أهلاً بكم عندما يعتقد رجل أو يعاني رجل من أنه عنده مشكلة في الأداء الزوجي والقدرة الزوجية وقدرة الأداء الزوجي بتاعه أو الجنسي بتاعه ضعفت أحياناً يسلك طريق من اتنين طريق الأول هو طريق السلامة وده طريق مفهوم جداً استشارة طبية عند المتخصصين استماع للأراء الطبية الطاعة للأوامر الطبية وتغيير نمط حياته كلها الدكتور هيقوله غير نمط حياتك سواء بقى أنت هتاخد قدوية هتاخد ترجع إلى نلجأ لجراحي بس في كل الأحوال هتغير نمط حياتك هتخسها هتقال لأكلك هتاكل بنظام صحي هتلعب رياضة كل ده خلق ماشي طريق السلامة فيه طريق الندامة بقى طريق الندامة ده أساليب في بعض العقول تقال كأنها محاولة لإنقاذ الرجل من الضهر الجزي طريق الندامة ده فيه محطات كثيرة أولاً راجل يعاني من ضعف وبيحكي للمساطيل اسمه المساطيل فبيحكي لهو دخل المخدرات ازاي؟ من بوابة دخوله المخدرات كانت ضعف الجنسي نصحة قالوا لو يا ده تعال بقى لازم تفك دماغك وبتاع تقعد قاعدة فاستمر الوضع وسائة ووصل لمرحلة مخيفة جداً جداً دي محطة محطة تانية ممكن تكون غير المخدرات الكحول وده أسوأ وقت يعني الاتنين أسوأ من بعض دايماً جالي يقوله مفيش أسوأ مش عارف مين ملا مين مفيش أسوأ من المخدرات لا فيه الكحول والمخدرات الاتنين طريقين سيئين جداً وساعة الناس للأسف تجمع بابين الاتنين يعني جابت المهلكان عليهم مش بس بقى بيقضي على قدرة المتبقى في قدرة الجنسية لا ده بيخلي الأمور تصل إلى مرحلة مخيفة جداً من الصحة العامة فيه إنه واحد يقولك لا ده يعني بشارع عليه بقى الشياطين بقى لا انت بص بقى انت تشوف لك ممكن تعرف حد مش عارف ايه تروح لو بقى ايه خلاص انت باللغة القديمة بتاعتنا احنا يمشي في البطال يعرف ناس مش كويسة ده تزيد الطينة بالله أسخف وأسوأ وأخطر وممكن يجي له عدوة بقى وتبقى نصيب سعودة كل دي أساليب ده بيسموها طريق الندامة طريق الندامة طريق اللي يروح مايرجعش بجد فأرجوكم نمشي بقى في طريق السلامة الاستشارة الطبية الطب ما خلاه في حاجة يسمعها ضعف الجنسي بيعالج كل أنواعها تعالوا نفهم هذه القصص وأكثر منها مع ضيف العزيز واحد من نجوم علم علاجة ضعف الجنسي في مصر وطر عربي واسم القدير وأكاديمي من طراز رفيع الضعف عن ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد عمت الشافي أستاذ أمراض الزكورة الضعف الجنسي الأستاذ بكل الطب صاحب زمنة أمراض الزكورة من جماعة ساوباولو وعضو جمعية الأمريكية لأمراض الزكورة ضيف العزيز المبدأ دائما أهلا بيك يا دكتور محمد أهلا مهلا بكتور عيني ما هو الضعف الجنسي وطريق السلامة وطريق الندمة أرجوك لازم تقوله بسم الله الرحمن الرحيم أولا هي كلمة الضعف الجنسي هي تعني بمفهومها هو عدم القدرة على بد أو إتمام العلاقة الجنسية بشكل كامل يعني اللي بدأ العلاقة وما كملش لأن ده السؤال اللي بيضطرح لنا كتير بيقوله أنا بدأت العلاقة لكن ما كملتش في النص ده برضو يسمى ضعف الجنسي بالضبط فطبعا كلمة ضعف الجنسي ده عنوان كبير بيدخل تحته الرغبة يعني في بعض الناس بيكون عنده مشكلة في الرغبة ده صورة من صورة ضعف الجنسي مشكلة في الانتصاب ده صورة تانية من صورة ضعف الجنسي يتلوها في النهاية القذف كل مشاكل القذف تعتبر برضو صورة تالتة من صورة ضعف الجنسي بيزا كلمة ضعف الجنسي ده عنوان كبير بيدخل تحته مشاكل خاصة بالرغبة الخاصة بالانتصاب الخاصة بالقصف وزي ما اتفقنا ممكن يبدأ وتحدث المشكلة أثناء العلاقة دون إتمامها برضو يسمى ضعف جنسي طيب أنا كشخص لو أنا جيت مرة من المرات وحصل عندي مشكلة هلأ أعتبر نفسي عن ضعف جنسي إطلاقا الضعف الجنسي يحدث بالتواتر يعني أنا مرة واثنين وتلاتة يعني لو من كل عشر مرات حصلت مرة ده عادي ده حاجة ممكن لها ظرف مؤقت وسيزول وترجع المركة مكالي لكن لما تبقى متواترة في كل مرة أو على الأقل من كل عشر مرات خمس مرات يبقى أنا أكيد عندي مشكلة في الضعف الجنسي لابد أن أبحث عن حل لها عند طبيبي طيب أنا خلاص يعني لقيت أن في مبرن أن أعزب للطبيب إيه دوري أنا كطبيب بالنسبة لمريض الضعف الجنسي إيه اللي هعمله له أعود أسمع منه بالتفصيل عشان أعرف سبب المشكلة وحدد طريقة العلاج الأنسب بعد ما بسمع له بابدأ أفحصه بابدأ أطلب له الأشعاعات والتحاليل التي تؤكد أو تنفي بعض المسببات لهذا الضعف وطبعا إحنا لو ذكرنا كلمة تشخيص لا ننسى دايما أن واحدة من أهم وإن قلنا أنها الوحيدة ما نبقاش مبالغين في تشخيص الضعف الجنسي والصورة الحقيقية ليه اللي هي ضعف الانتصال اللي هي أشاعة الدبلر على الوضعب النفسي أشاعة الدبلر دي ببساطة هي عبارة عن صورة تفصيلية لعملية الانصاب يعني إذا كان الانصاب في مشكلة ولا طبيعي وبناء عليها بقدر أرسم الخط الأنسب للعلاج إيه كتير من الناس برضو يخافوا من كلمة أشاعة الدبلر يقول لي عشان أنا هيحن في العضو فال فيها خطورة لو اللي بيعمل أشاعة شخص عارف كويس قوي وبيحين إيه وبيحين جورها قد إيه أسح لمريدي أنه يعمل أشاعة بختار له مكان أكون أنا جربته قبل كده على الآن لمرة أو اثنين وثلاثة أتأكد أنه أمين على مريدي عشان أقدر أبعاكله وأبقى أنا متطمن على مريدي عنده فدي نقطة مهمة جدا 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 في أشاعة الدبلر بالذات اللي هي أحد الوسائل التشخيصية وتعتبر العمود الأساسي في التشخيص بالنسبة لنا كأطباء زكور ده خلاص إحنا شخاصنا كده المريض أصبح واقف على العلاج اللي هي الخطوة اللي جاية كده ماشي هو طريق السلام ممتاز ده طريق السلام الطريق اللي سعدتك ذكرته اللي هو البديل لطريق السلامة أو زي ما يقول طريق الندمة إنه هو بقى يترك هذا الطريق اللي هو المفروض يمشي فيه ويبدأ بقى يدور بقى على واحد صاحب يدي له نصيحة يروح لصيدال يدي له أي حباية يروح يسمع للدجالين والمشعاوزين ولوالله إذا أنت عندك معمول لك عمل ومعمول لك مش عارف إيه والكلام الفاضي ده كله ده اسمه طريق الندمة وده اللي بيخليه للأسف لا يصل إلى حل في مشكلة آه الشعب يدخل على الميديا ويدور ده العشبة دي أجب عليك لحد البيت ومعرف شيء وجربها كل ده كلام نصب وكلام فاضي وده طريق الندمة فعلا وليس طريق السلام طريق علاج تمام شخصنا خلاص إن هذا المريض مريض بالضعف الجنس وهيحتاج إلى علاج هنختصر موضوع الضعف الجنس في الانتصاب يعني لا ننكر إن الرغبة واحدة من صوره ولا ننكر إن القذف ومشاكله واحدة من صوره لكن المشكلة الأكثر شيوعاً اللي فعلاً تعتبر مشكلة حقيقية هي مشكلة الانتصاب وهنركز على مشكلة الانتصاب دي لو قلنا الانتصاب كواحدة من صور الضعف الجنسي ما هي طرق العلاج الموجودة لعلاج هذه المشكلة؟ ممكن يبقى الموضوع ببساطة جديدة إن أنا علج السبب أنا مريض سكر وسكري مرتفع وأنا مش منتبه مجرد الضبط سكري بترجع أمور كما كانت ده واحدة من ضمن الصور للعلاج إن أنا علج السبب دائماً نقول العلاج علاج السبب طيب أنا علجت الكلام ده لكن أصبح السكر أو المرض اللي عندي أو المشكلة اللي عندي أحدثت تأثيراً لا يكتفي فقط بمجرد إن أنا أزبط سكري أو أشوف السبب الحقيقي فبنحتاج ندي لهذا المريض بعض الأدوية التي تساعد على أن يحدث انتصاب بشكل سليم وهذه الأدوية لحسن الطالع أنها اكتشفت مصادفة وبدأت تتاخذ في العالم كله واعترف بها كوسيلة علاج تحديداً سنة 1998 وهي الأدوية التي تساعد على ضخ الدم للعضو باعتبار أن عملية الانتصاب هي عملية ضخ دم هو عبارة عن دم بيضخ بشكل يفي لأن ينتفخ الاستوانة أو الجسم الكافي فتحدث الصلابة الانتصاب بحبس الأوريدة فالأدوية دي كلها أي أن كان مسمها بقى سواء سلدنافيل أو تدالفيل أو البردنافيل كلها بتشتغل بقالية واحدة ومحددة بنختار منها ما يناسب كل مريض من جرعة ومدة وننتظر نتيجة العلاج اللي احنا بدأنا معه طيب العلاج حاجة من اتنين يقيم أنه فعال فعلاً هيكمل عليه لا توجد أي خطورة من مريض على مريض عنده ضعف جنسي أن يستمر على هذه الأدوية مدى الحياة إطلاقاً على عكس المفاهيم اللي بتقول الناس لا لا ده على الوقت هيحصل ده ما عرفش ايه بتأثر على القلب ولا الكلام ده إطلاقاً هي أدوية آمنة إذا أخذت بوصف الطبيب وحددها بالمدة وإحنا دايماً نقول لعنده مشكلة من هذا القبيل لما تأكدنا أنه هو هذه الأدوية العلاج الأنسب ليه لا توجد أي خطورة من الاستمرار عليها مدى الحياة إطلاقاً طالما أنها موصوفة بالجرعة المزبوطة والمريض ماشي عليها وبتكون معا نتيجة طيب إذا لم تنجح هذه الأدوية وده وارد طبعاً وفي كتير من الحالات بتبدأ الأول النتائج فعالة ثم مع الوقت تضعف النتائج أو من الأول خالص ما فيش أو عنده مشكلة تجعلنا لا نستطيع أن نعطيها هذا العلاج فيحنا عندنا الخط الثاني والأخير وهو الدعم الثاني والأخير لإني لما هنيجي برضو هنتسئل نفس السؤال التقليد طيب يا دكتور ألا توجد وسائل علاج أخرى غير المنشطات والدعمات يعني حصرت طرق العلاج في حاجتين أقول له آه حصرناها في حاجتين لأنهم دولك الحاجتين الوحيدتين اللي ثاني يتوافر فيهما شرط أي وسيلة علاج اللي هو الفاعلية والأمان فهما الفاعلية بتاع هتين الوسيلتين فاعلية مؤكدة والأمان فيهم مؤكد طيب هل توجد وسائل أخرى؟ نعم توجد العديد من الوسائل الأخرى التي ظهرت بين هتين الطريقتين ولكن فقدت أحد الشرطين زي مثلا من الوسائل آه الحقن بمادة البروستاج لندن اللي هي بتعمل الانتصاب هي وسيلة فاعلة آه لكنها غير آمنة لأنها تحدث تليفا في العضب مع الوقت المريض يحقن مرة واثنين وثلاثة آه يجيب نتيجة في الأول وفرحان وفرحان فجأة بعد فترة نجد المريض حصل تليف والحقن اللي كان بياخدها يزود جرائتها تدريجيا تدريجيا ما نجيبش نتيجة حتى لو حقا كمية عشر أضعف خلاص دم فقدت فعاليتها انت وتركت لها العضب عبارة عن كتلة من الألياف فعشان كده لم يعترف بها في الوقت الحالي لأن البعض بيتزرع إن دي وسيلة من وسائل العلاج يسيدي لا ننكر ذلك ولا ننكر أنها فعالة لكن هل تنكر أنها تحدث تليفا لا يستطيع وإنكار ذلك فإذا إذا فقدت الأمان فلا يمكن أن نصفها لأي مريض في هذا الوقت من الوسائل برضو اللي ظهرت أو الناس بتتكلم فيها كتير حقن البلازمة وسيلة واعدة كانت وقت ما ظهرت وسيلة واعدة مبنية على أساس علم السليم آه مبنية على أساس علم السليم وهو تجديد وتنشيط الخلايا بتاعة العضو الزكري المسؤول عن الانتصال طيب هل جربت؟ نعم جربت هل نجحت؟ إطلاقا لم تنجح لم تنجح بالضبط وحتى كمان اللي اخترعوها قالوا إنها بتعتمد على تنشيط الخلايا يعني بالعربي أنا لو عندي شخص عنده ضعف انتصاب ولا يستجيب من نشطات وعملت له فحوصاته ولا يوجد عنده خلل عضوي ممكن ادهاله ده في الأول أول ما طلعوه وبالرغم من ذلك رغم أن هذا حدث بنفس الصورة برضو لم تثبت فعاليات طيب هل تصلح لمرضى آخرين عندهم ضعف انتصاب؟ والله إذا كان الشخص عنده ضعف انتصاب ولا يستجيب للمنشطات ولا يستجيب للمنشطات لو قعدت أدي له بلازمة منها للسنة الجاية ما فيش فايدة لكن لو كانت الاستجابة مثلا بدل ما هي 90% عايزها تبقى 100% ممكن أساعد بأنها نشط الخلايا لكن ما قلش للمريض يميدي وسيلة علاج وديها له الوحدة أقول له خد الوسيلة ده تبقى 10 على 10 ووهمه بقى وخد جلسة كم جلسة وخد وعمل وسوه في الأخر خالص هيوصل برضو لمرحلة صفر إنه ما فيش أي فعالية لي لأنا أعرف إمتى استخدمها واستخدمها إزاي برضو من ضمن الوسائل الأخرى التي ظهرت في هذه في الفترة الأخيرة الموجات التصادمية نفس الكلام وسيلة آ لها أساس علم سليم وسيلة كانت وعدة آه كانت وعدة لكن لما جربت هل نجحت كوسيلة علاج أنا بتكلم عنها تبقى وسيلة علاج وحدها لا طبعا ما تنفعش وسيلة علاج وحدها لكن برضو زي ما اتفقنا المريض اللي هو بياخد فياجرا وسيلس وهو الأخير والكلام ده كله ممكن بعض الناس مؤقتا لفترة مؤقتة تستخدم مثل هذه الوسائل طيب لما نيجي نحسب بقى أنا هستخدم الحقن بالبلازمة أو الموجات التصادمية عشان يساعد مع الأدوية دي طيب أنا هاخد كم جلسة وهل هي الدوم ولا لأ نحسب زي بيقوله cost benefit relationship العلاقة بين الفايدة اللي باخدها منها واللي أنا هتكلفه هلاقي نفسي بكلف نفسي جامد جدا وفي النهاية ورضو هرجع للمربع صفره وإن الأدوية المنشطة أصبحت غير فعالة حتى بعد ما أخد كل الكلام ده كله عشان كده لم يعترب بها حتى اليوم حتى اليوم لم يعترب بها وأثبتت الأبحاث أنها فشلت كوسيلة علاج طيب هل توجد طرق أخرى؟ آه في طرق قديمة زي جهاز السحب مثلا لي بيعتمد على تفريغ الهواء ويحدث انتصاب زي مثلا في الربط الأوريدة اللي كانت وسيلة من وسائل علاج لكنها بطلت برضو لأنها لم تدم ولم يثبت فاعلياتها لمدة أكتر من 3 إلى 6 شهر إذا نجحت ونسب نجاحها ضعيفة جدا هي أساسا المشكلة ما بتكونش في التسريب الوريدي غالبا في البرفوجين في الوصول الدم ومش في التسريب الوريدي كان فيه الأخباطة في المنضوع ده يعني للتوضيح أكتر لأن الحتة دي عند الناس فيها لابس شوية يقول لك طب إزاي يعني نسيب الوريد الوريد لا يغلق إلا إذا تم الضغط عليه من الخارج بالجسم الكافي الوريد دي موجود على الجدار الخارجي للجسم الكافي فإذا لم ينتفق الجسم الكافي بشكل كافي لن يضغط على الوريد وعدم انتفاخه ممكن يكون نتيجة لأنه ضخ الدم نفسه قليل ما هو كانت المشكلة آه ما هو ارتبك الناس في كتابة التقارير كانت يقول لك تسريب وريدي لكن هو ما بيكونش تسريب وريدي أكتر منه عدم موجود وصول الدم والكافي ممتاز ولكن يظهر مبكرا عند دكتور الأشعة أن الأوريدة قوة ضخ الدم فيها فيها تسريب لكن ليست المشكلة في الوريد مشكلة في ضخ الدم الذي وإن كان طبيعيا لكنه لم يصل للدرجة التي يستطيع النفخ في هذه الاستوانة حتى تضغط على الوريد بشكل كافي لن لأنه فيه فاكتور في الاستوانة نفسها أنه يكون فيه تلاير فيها أو فيه تغيير بالضغط ده واحدة برضو من الاستوانة آآآ بالضغط آآآ أولها مين أفضل؟ خنائها تمام فيما يتعلق بالأنواع تمام ويبدو أنها كانت معركة ما بين الشركات أو ما بين أفضلية تمام الأداء بالنسبة للدكتور للجراح نفسه تمام يعني الدكتور اللي بيعرف يعمل ده بيفضل ده بالتأكيد آآ هو في الأول نفهم الناس يعني إيه دعامة الدعامة هي وسيلة من وسائل العلاج طب هل هي جهاز تعويض اللي الكلمة اللي دايما فازنا هل هي جهاز تعويض إطلاقا هي من إسمها تدعم ما عندي من انتصاب أنا عندي انتصاب آآ بس ما لا يافي بإقامة علاقة أنا عايز أوصله للنوايا في بإقامة علاقة بدعمه بهذا الجهاز أو هذه الأداة طيب شكلها إيه الدعامة دي؟ الدعامة لها شكلين يأما أنها تبقى قطعة قطعة مصمطة مكونة من قضيبين من الفضة مغلفان بالسيليكون يزرع كل منهما داخل الاستوار اللي دعامة المارينة المارينة اللي بنسميها المارينة زي ما في الصورة قدامنا زي ما بينها قطعة مصمطة بتتزرع داخل الجسم الكافي نفسه يأما أنها تكون بنستعيد عن هذا الشكل بأن احنا بنحط استوانة مفرغة وفي مضخة في كيس الصفن وبينهم وصلات وأحيانا عشان نقلل من حجم المضخة ناخد خزان نحطه في جدار البطن الأمامي فدي وسيلة أو شكل آخر من أشكال الدعمات برضو نفس الفكرة هي ليست جهاز تعويضي ولكنها تدعم من اسمها تدعم ما عندي من انتصاب حتى هي في بالقرد طيب لما نيجي الناس بتحتار طيب يا دكتور انت هتختل دي ولا دي هتختل الدعمة العادية اللي بنسميها المارينة ولا هتختل اللي بمضخة الكلام ده ما صار جدل كبير بالنقى طباء ومعرفش ليه اللي الأمور واضحة وضوحة الشمس أنهي في الصورتين الأكثر احتمالا لحدوث مشاكل يطر القطعة المسمطة اللي بحطها وخلاص وانتهت القصة على كده ولا لها وصلات ولا لها مش عارف تفك وتعلق وتسرب وتتعاكل وجزء الداخلي بتاعها ما بيدومشي ولازم غيره كل فترة أنهي الأكثر دواما اللي أنا أركبها وانساها مدى الحياة طبعا الدعمة المارينة اللي هي ما فيهاش الوصلات ديت ولا فيها القطعة اللي هي مفرغة وتتملي وتحصل ميكانيكا الإيروز أو الأعطال الآلية نتيجة للاستخدام نفسه فدي وردة أنها تحصل فده أحد الأسباب اللي بنقول والله هي المارينة أفضل فيه برضو بعض الأفكار عن زراعة الدعمات بدأت تنتشر قوي يعني بدأت تبقى موجودة دلوقتي من ضمنها مثلا الزراعة من الخصي تمام فيه عدة قضايا شائكة فعلا حول هذا الموضوع هذاك ذكرت واحدة منهم وهي فكرة الزراعة من الخصي يعني إيه الزراعة من الخصي اللي منلقبط الناس واللي ألف هذه الفكرة أو اختراعها من بنات أفكاره هو ما نعرفش أراد بهذا الكلام إيه أولا ما فيهش حاجة اسمها الزراعة من الخصي فيه حاجة اسمها الفتحة اللي بفتحها لزراعة الدعمة من الجلد ممكن تكون على جلد الخصية ممكن تكون على جسم العضو ممكن تكون في أسفل بطن ده الفتحة اللي في الجلد فقط لغير لأن الكلمة دي زرعت في عقول الناس إن أنا بزرع الدعمة في الخصي لو بيقولوها نصا كده وما بنفتحش العضو خالص مستحيل أنت الخصي عبارة عن الجلد بتاعها ما تخليك لكن من الداخل لازم تفتح العضو وتركب الدعمة داخل العضو إزاي ما تفتحش العضو يا إما بالإيحاء يا إما بالتصريح المباشر إنها ما بنفتحش العضو لا يوجد أي زراعة لدعمة بدون مفتح العضو من الداخل لازم الفرق الوحيد إن أنا ممكن من الجلد أزرع من الخصي طب هل الطريقة دي مبتكرة فعلا زي ما بيقال طول عمر منذ أن زرعت الدعمات لا يفتح إلا في أحد أماكن ثلاثة يا على الخصية يا على جسم العضو يا على أسفل البطن طول عمرها واللي بيقول كده هسأله سؤال واحد بس الدعمة اللي هيدروليك بتزرع منينا يا دكتور وده المكان اللي الناس كلها بتزرع منها الدعمات يبقى إزاي بقى ابتكار إزاي يعني أنت سبقت الناس إيه لايست ابتكار لايست ابتكار لهاش أي معنى كبه هل لها ميزة والله إيه لها ميزة ولها عيب كبه هل الطرق الأخرى أميز منها برضو لها ميزة ولها عيب وكلهم يختار ما يشاء يعني أنا رغم أن أنا مثلا الموضوع ده يعني كتير من الناس بيسألوني عليه أنا واحد من الناس اللي بيحب الحتة دي بس مش عشان الكلام اللي بتقال دا كله اطلاقا عشان بس هي فتحتها الحتة دي مدارية شوي لاي أنا مشوفاش بوضوح التقامة أسرع عشان جلد الخصية أسرع بس مش أكتر من كده بالنسبة لي كجراح أقدر أوصل للعمق بسهولة ما تبقاش مشكلة عندي لكن غير كده كلام فاضي غير كده اسمه ضحك على الناس الدعامة بدون ألم دي جملة برضو مشهورة دي بقى مستفزة بصراحة جدا أنا ألم مستغراب هو ومي لألم الدعامة بألم اطلاقا ساعتك أصبت لبة الحقيقة لأن هي أولا كلمة دعامة بدون ألم دي بتوحي العيان أن في دعامة بألم بالضبط والهم من كده أن ألم الدعامة ده حاجة يعني تستدل إنها نريد نفكر فيها ونضع لها لحلوب يعني لا أنا معرفش مما اقتبسوها من إيه يعني بدون ألم أنا مش عارف بلس هي نوع من الدعاية الكاذبة مش دعاية الكاذبة هي دعاية غريبة مش كاذبة هي دعاية أقول إيه أقول لك أنا أنا أوصفها بإنها دعاية مش منطقية بالضبط لأنه ما طبيعي إنها تكون بدون ألم مش إضافة عالمية مش إضافة عبقرية هي طبيعة زراعة الدعامة يعني أنا وأنا بزرع الدعامة نفسها وقت الجراحة لا ووقود بيسي إيه يعني أنا أنا أضيف للعالم بيسي إيه دي مش قضية إن أنا بأجاهر بيها يعني مش إختراع يعني خالص يعني أساساً فيه كتير من المرضى بعد وابنزرع لهم الدعمات هو كده أثناء العملية بيأخد بنك بس بعد العملية كتير من الناس يقول لي في المتابعة يقول لك والله يا دكتور أنا المساكن ده نسي تأخده وهالسره مش حاسس بحاجة معنى كده إن إنت أساساً من غير حتى ما تاخد مساكنة مش حاسس بألم تب إيه اللي خليني بقعد أبتكر بقول الدعامة بدون ألم وبنحقن معرفش بنعمل إيه وبنحقن موضعي وندي معرفش إيه عشان خاطر ما حصلش إيه الكلام يفضل بوله ماش منطقي إطلاقاً إطلاقاً هي أساساً كده كده هي عملية بسيطة لو أنا غسلت المحلوف في مضاد دحاوي هل لا ابتكار مني يعني؟ تاخن حاجة فيه مضحكات في الطب بالأسف لا أمش مضحكات في الطب هو مضحكات في من يتكلم بالأسف ربط الأوردة تمام دي كانت وسيلة من وسائل العلاج قديماً وكانت بتعتمد فكرتها على إن أنا بربط الأوردة اللي مفروض بتهرب الدم لكن بطلت لسببين أساسياً السبب الأول وهو أن زي ما ذكرنا في بداية الحلقة أن الوريد مش هو المتهم مش هو المتهم لأن ممكن يكون المشكلة ضق الدم قليل ممكن يكون المشكلة في الاستوانة نفسها الكافية دي أو الجسم الكافي نفسه في تلايف الحاجة التانية الأهم إنها سبحانه الخالق في خاصية في الجسم لو أنا قفلت الوريد من مكان أو شريان الأوردة المحيطة بتبدأ تفتح تاني ويمر من خلالها الدم كما كان الموضوع ده بياخد له فترة من ثلاثة إلى ستة شهور عشان كده لما بنعمل ربط أوردة إذا نجح هي نسبة نجحه الليلة جداً طبعاً وإذا نجح لا يدوم أكتر من ثلاثة إلى ستة شهور الليلة الفترة اللازمة لكي تقوم الأوردة المحيطة بدور الأوردة التي تم ربطها يبقى إذا أستخدم الوسيلة دي ليه؟ الموجات الصدمية رأيك فيه كانت وسيلة واعدة من وسائل علاج الضعف الجنسي والله أنت مجاملة دكتور عمرها ما شفتها واعدة الفكرة يا فانتم اللي قامت عليها الشوك ويف كفكرة واعدة لأنها أنا منتفق معك في الحتة دي صحيح لأنها نجح في تفتيت الحصوات في الحالب بالضبط في المسالك عندكم بالضبط هي نفسها فعلاً اللي تستخدم في علاج حصوات الحالب ولكن بجرعات عشر أضعاف اللي بنستخدمها في موضوع الضعف الجنسي اللي اخترع الطريقة قال أن أنا لما بدي هذه الموجات بقوة عشر اللي بديها في الحصوات بتساعد على تجديد شعيرات دموية على اعتبار أن عملية النصاب ضخ دم فأنا لما جدت شعيرات دموية هتحسن لو أنا عندي ضعف بسيط لكن بقى دلوقتي الموضوع والسعوبة يقولوها لأي حد حتى لو عنده إيه الموجات الصدمية والإعلاج اللي وحيد لي حتى اللي ابتكرت من أجله لم تنجح فيه فهتنجح في الحاجات التانية التي لم تبتكر من أجلها وهي عم تسريب وريد هجددنه شعيرات تعمله إيه شعيرات تساعد واحد عم تضخ دم ضعيف جداً شعيرات تعمله إيه ده عايز سوري في الكلمة مصورة تعدي عشان تملاله النسيج إيه الشعيرات دموية الجديدة هتعمل إيه ولا حاجة خالصة فطبعاً هي بطلت من هذا المنظور لكنها كفكرة فكرة ألمية سليمة فكرة ألمية سليمة لكنها لم تنجح كوسيلة علاج في علاج الضعف الجلسي يبقى الحوار معك ممتع للغاية ودائما متمتعنا بهذه الأساليب الجميلة في الشرح والتفصيل لكن الرسالة تودت أن تصل إلى كل من يعانون من هذه المشكلة هي إيه؟ هي رسالة مشتركة رسالة أولاً للمريض أنه لا يوجد عندك أي خجل أو يعني مبرر أنك تخجل من أنك تطلب العلاج للعلاج ميسور ونقدر نقول لك أن أنت علاجك مضمون بنسبة 100% بس يبحث عن الطبيب قبل ما نمشي لازم نكون مستبعدين قبل يعني كلام لزملائنا في البطنة بالذات لازم تاكب بالك وإنت بتكتب أدوية معينة لعلاجات معينة أنها قد تؤدي إلى مشاكل في القدرة الجنسية يعني بعض بعض العقاقير المنومة المهدئات تؤثر الجيتاب لوكر كلام للأطباء ممكن يؤثر على القدرة الجنسية بعض المضادات الأسدتي الحندية الأنتسب بعضهم قد يؤدي إلى المشكلة برضو مضادات الحساسية الانتيستامينك في بعض الحالات ريكوردت لها فلازم نكتب الأدوية دي بهدوء الـ H2 blockers H2 receptor blockers من الأدوية المخيفة جدا والتي تؤثر على القدرة الجنسية ضيف العزيزة القدرة القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال أستاذ الدكتور محمد عبشافي وأستاذ أمراض الزكورة ضعف الجنسية بكل الطب صاحب زمنة أمراض الزكورة من جماعة سابولة وعضو جامعية الأمريكية الأمراض الزكورة نورت وشرفت أشكرا يا أكتور عيني خليكوا دايما معتك تعرف صحيفة ديليميل البريطانية صحيفة ديليميل البريطانية رصدت في أحد تقاريرها ست خرافات شائعة عن آلام الظهر أولها أن الانزلاق الغدروفي يعني أن فقرة من العمود الفقري اتحركت من مكانها التانية أن العمود الفقري يصاب بسهولة والحقيقة أن العناية والمحافظة وتجنب أسباب الإصابة تمنع الإصابة الخرافة التالتة أن آلام الظهر غير شائعة والحقيقة أنها شائعة جدا 80% من الناس بيعانوا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم الرابعة أن آلام الظهر يحدث بسبب الشيخوخة والحقيقة أن الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر الخامسة أن الراحة هي الأفضل للعمود الفقري والحقيقة أنه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتادل ضروري جدا لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته الخرافة السادسة أن مسكنات الألم تعالج آلام الظهر والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة أهلا بكم أحكي لكم حكاية الحكاية خاصة بالفنانة الراحلة الله يرحمها الفنانة الكبيرة سعد حسن دايما بلاحظ أن الناس اللي بتهتم بدراسة حياة فنان بيركزوا أول في الجزء الأخير من حياة سعد حسن اللي هو الجزء المتعلق بحادثة وفادة أنا بعتقد أنه الأهم والأولى بالدراسة هو الجزء الذي تسبب في احتزال حسن أي سعاد حسن للفن الجزء ده مهم قوي جزء الحالة الصحية جزء الحالة البدنية سعاد حسن تهرضت إلى مشكلة صحية مهمة جداً وخطيرة جداً أثرت على مشوارها بشكل اليمير هي وقعت وهي في بداية أو في شبابها وقعت على السلم وحصل لها مشكلة ما في العمود الفقري وظلت تعاني من مشكلات في العمود الفقري وآلام فترات طويلة لغاية آخر فيلم والحقيقة واضحة أن العضم بتاعها كان فيه مشكلات تانية لأنه كمان كان عندها مشكلات في سنانها كالسيوم في العضم من بالإضافة إلى الألام العمودة الفقري كان شيء واضح جداً جداً كان عندها مشكلات كبيرة جداً في السنان إلى درجة إن فيه فيلم قبل فيلم الرائع والنساء اسمه الدرجة الثالثة عملته مع الرائع الله يرحمه وإحمد زكي ما كانتش بتنطق الكلام بشكل واضح لتيجت إن السنان فيها مشكلة وكان باين جداً على فكرة الأطباء المحترفين إنها كانت بتشتغل في الرائع والنساء تحت تأثير مضادات الألام أو مسكنات الألام لأن مشاكل عمودة الفقري في الفيلم ده كانت بتوعيق حركتها بشكل كبير وكان بدأ وزنها كمان يزيد في الآخر هي قدرت إنها تسافر بعد الفيلم بعد فيلم الأخير ليها وعملت عملية والعملية على فكرة راجحت لكن وزنها الزايد ربما كان مخليها برضو عايشة تحت وطقة مسكنات الألم نتيجة إنه ما زال هناك بعض المشكلات في باقي العمودة الفقري بدأت تتضح في أواخر حياتها الله يرحمها لكن خلي بالكم إنه دايماً الفكرة في دراسة جزء من حياة المشاهير إن انت تدرس الحالة الصحية بتاعتهم وتشوف الحالة الصحية دي كم التعامل معها إزاي ده الفايدة في الثقافة حوالين المنضوع ده وده اللي أنا بحاول نقله لكم إنه أكيد الحالة الصحية لو في منظومة بتراعي النجوم ما كانتش سعاد حسني انعزلت ووزنها زاد وعانت من مشكلات صحية كتيرة في الغربة طبعاً يعني الله يرحمه الأستاذ سمير صبري الله يرحمه ويحسن اللي كان من الناس اللي بتسأل عليها وطبعاً الناس اللي كانت بتهتم بيها قليلين جداً في الوقت ده لكن كان لازم يكون فيه منظومات طبية محترفة تهتم بالنجوم تهتم عموماً بأي حد في حالته الصحية اللي بالشكل ده النهاردة هنكلم على تطور مشاكل العمود الفقري اللي ممكن مسكنات الألم تكون هي القاتل الحقيقي أو بمعنى آخر حد بيقدم لي يد العنقى في صورة اللي بيسكن لي الألم لكن في الواقع هو ممكن يعملي مشكلة كبيرة جداً جداً لأنه بيأخرع العاج الحقيقي بالإضافة كده هو طبعاً لقى أدارات كثيرة أنتوا فاهمينها لكن هو شر لابد منه مسكن الألم لكن لازم تبقى فاهم أنه هذا المسكن الألم له وقت محدد ينبغي أن أقف بعده عشان يطور على العلاج الحقيقي ضيفي العزيز هو الذي سيحدثنا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمود الفقري طبعاً ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي أستاذ جراحات المخ والعصاب ومشاكل العمود الفقري الجراحات العمود الفقري بكلية طب جامعك في القاهرة إزاي يميز أن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاه تنين ومعاه خدلان إلحق ده غضروف أكثر من 80% من غضروف رئابتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لي أصلي إيصا حصلاً مهارباً القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان عرف أتعلم في ناس تبدأ شكوتهم الأولى اللي بيجي لهم رعشة في رجلهم الدولة بتأدمي العلم بتأدمي العلم بيحطيلي حلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها تمن ظاهر ما بيغفرش اللي هتعمله في ظاهر وانت صغير هتدت في عثمان وانت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضروف في أولها بتيجي بالعلاق الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الإنزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري ضائف العزيز الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي بنور الدكتور أهلا بيكي دكتور إيمان ربنا خليك فباً ما فيش حد ما بيحبه السعاد حسني كل الناس بتحبه السعاد حسني فانعايز أبدأ بالحتة دية حتة ألام العمود الفقري كتير من الناس مش عارفة إنه من أسباب الرئيسية اللي أثرت على سعاد حسني في أواخر حياتها هي ألام العمود الفقري ألم الظهر دي حقيقة دي حقيقة رياضة بقى لي أسبوع اتنين بدأ يحصل ألم ده اسمه ألم حاد لكن لو أنا كنت بمارسة للرياضة من سنتين والنهار ده بدأ يجي لألام بقى والألام كانت موجودة معايا وبتزيد بقت ألم مزمنة فيه ناس بطبيعتهم بيبقوا حركتهم كتيرة ورياضين زي المرحومة سعاد حسني زمان كانت بتلعب وتتنطط وترقص وبتاعه كلام من العمود الفقري كان بيعاني في وقت من الأول بس كانت الموضوع ماشي جاء عامل بقى كمان دخل في الموضوع اللي هو بدأت يحصل نوع من الاكتئاب نوع من المشاكل نوع من الحزن دي حاجة ممكن تبقى برا الموضوع خالص أدت إلى إن الوزن بدأ يزيد بناكل ما الاكتئاب بيزود في الأكل وبيقلل من الخروج أنا كنت كل يوم بخرج وبصهر وبتنطط وبحرق معيتش بعمل كده طيب بدأ يحصل فيه ألم بدأت أخد علاجات فساعات فيه ناس بتحصل إيه يعني في بداية العلاج الألم اللي هي بتبقى جديدة جدا ممكن واحد ينصحك بحقنا من حقنا الكورتزون وده علاج وعلاج ما فيش منه مشكلة بس علاج فبطرة معينة وتحت إشراف طبي يعني ما فيش فيه زار يعني وفيه علاجات بتدخل تحت بند المخدر اللي هي عشان أقلي للألم لمرحلة معينة أعد المرحلة لحدة دي فيه ناس بتستحلى الموضوع بقى يعني هو لأن القبرة دي كل شوية بياخدها بيتحسن فبياخدها من نفسه فبقى الحرق تبدأ تدخل في دايرة تالتة اللي هي إيه ده اكتئاب وزن زيادة دخلنا في مضاعفات بعض العلاجات زي هشاشة العظام بدأ العظم يضعف العظم لما بدأ يضعف خلاص التحميل بتاعه ما عادش بيشيل فبقى الحرق بدأت الألم اللي كانت ضعيفة بقت ألم مزمنة بدأت ما كان ألم في ظهري بقى فخدي بقى فرجلية بقى بيسمع لحد كعب الرجلية وصبعي بدأ المكان في الرقابتي بقى في كتافي بقى في دراعاتي بقى في صوابعي وممكن كان في ناحية واحدة لقى في النحيتين ده كان بيجي لي مع الشغل دلوقتي بيجي لي وانا قاعد او وانا قاعدة واحدة بتشتكت تقولك لما بعض بداية الألم مع أن العادي بتاعنا في المجهود بنعمل مجهود كتاب يقولك تباعد واستريح القاعدة بتسوي الراحة طب لما القاعدة تبقى تعب يبقى عندك خلل في قوة واستقرار العمود الفقري العمود الفقري بطبيعته هو عبارة عن وحدات عظمية اللي بنسمىها الفقرات ثم ما بينها في النص كده ما يسمى القرص الغدروفي ده ماشي معانا من أول الرقبة من بداية الفقرة التانية لحد آخر القطنية الفقرة الخامسة في القطنية مع بداية الأولى العجزية القرص الغدروفي موجود مع الفقرات والدنيا عميلة الألم بتاعنا قليل جدا وبنتحركه بتاعه يحصل ألم حاد نتيجة لشيلة شيلة تقيلة لوحت وقعت تضخبط هياخد وقت ويعدي ممكن استعين ببعض العلاجات المسكنة ومضادات الالتهاب هو الناس دايما بتخلط يقولك هو مضاد الالتهاب ده علاج أيوه علاج لأن جزء ساعات من المرض أنه لما الغدروفي يكبر ويضغط بيفرز مواد حواليه بتسبب الالتهاب يعني فيه مادة كده جنب زي مثلا هنفترض افترات بعيد شوية واحد دخلت في إيديه مثلا إبرة أو شوكة هو الشوكة بحد ذات هي عملت إصابة لكن بتبقى الإصابة الأكبر من الدمج والتلف اللي حصل حواليها يبدأ يحصل التهاب حواليها يحصل إفراز مواد معينة زي الكاينينز والحاجات دي كلها الحاجات دي هي بتبقى مسببات للألم بقى زيادة فمضادات الالتهاب بتبقى لها دور مهم جدا في العلاج في ناس كتير جدا بيتطوهوا قوي مع كلمة لما بيقرأ دايما على العلب بتاعة الأدوية اللي هي بتعالج العمود الفقري يقولك مضاد للتهاب هو أنا كمشان ده مضاد للتهاب أيوه مضاد للتهاب ده جزء من العلاج مش مسكن بس هو جزء من العلاج إنه نقفل والدائرة هو قطع الدائرة اللي هي بتاعة الإفراز لمادة معينة طبعا الجهاز العصبي ده ده جميل جدا ربنا حميج هو عظم والعظم ده قوي والعظم معمول بشكل خرافي ان يسمح بالحماية ويسمح بالحركة يعني مش مش كأنها مصورة زي مصورة المية ولا مصورة صرف الصحي خالص هي وحدات تحتوي بداخلها على قناة بنسميها قناة العصبية والوحدات زي ما احنا شايفين كده ربنا خلق لها مفصلات شايفوا المفصلة ازاي سبحانه الخلق العظيم يعني نفصلة حاجة يعني تفصيل بتاعتها ومية والإنسان مهما عمل برضو مش هقدر يوصل سابدا لقربة حتى احنا دايما مشكلتنا حتى في الطب النهار ده احنا بنحاول نحاكي الحلول الطبيعي ده وما بنعرفش ما قدرناش نوصل لده يعني لو قدرنا نوصل ان انا اقدر اعمل مفصل داخلي جوه الفقرة يساعد على قوتها وارتكازها وحركتها انا حلت كل المشاكل بتاعتي لكن سبحان الله طبعا العلم مهما وصل ففيه نقص يعني لكن الناس بتحاول يعني دايما الناس بتحاول هنا بتبقى المشكلة بقى في ايه العمود الفقري بدأ يتعم وشايل حمل زيادة المعادلة هنا بتختل ما بين وزن وقوة وكمان ضيفة اليوم طبيعة عمل طب لما تبقى واحدة ستة بدأت تدخل في هشاشة عظام او بتعانم المرض زي السكر او ارتفاعه ضغط الدم وبتاخد علاجات كتيرة لضغط الدم او بتاخد علاجات ها للسيولة وعلاجات السيولة كلها بتعملها شاشة وقد بقى الحضرتك الحاجات دي كلها بقى العمود الفقري التعبان والوزن الزيادة وبتشتيك بقى من الام مزمنة بتعمل مع ايه؟ عشان الدايرة دي تخلص منها يبقى لازم اول حاجة انقص الوزن انقص الوزن عندنا مش سهل او تبقى الحضرتك ليه؟ حتى بالانظمة الغذائية فيه ناس ما عندهاش المقدرة على الالتزام بيه وساعات بيه بقى الانظمة الغذائية مكلفة يعني اواخد بالك يعني ايه لازم تاكل في معايد معينة بشكل معين بجرعات معينة او اكل معين فيه ناس الموضوع ده مش هزبط معها قوي طيب فيه ناس لما بنفشل معاها في الانظمة الغذائية وجسمها غير قابل للانزال بنقوله توجه الى تدخل جراحي اه لعمل حاجة ان انا نقص وزن وده عملات نجح وبيجيب نتاج هيلة جدا يعني ساعات بيجي للمريد عنده مشكلة نزلغ ضروف كبير جدا وماقولوش تعالى ما اعملك عملية لأ حل مشكلة الوزن الاول لان لما كنا بنعمل عملية في الوزن الاوفر زيادة طيب ما هو بعد العملية يقولك انا لسه يتعبني هو مش هيتقبل ان انا حلت له مشكلة ان انا بعدت عنه المشكلة بتاعت الايه الضغط على العصب ممكن يعمل دمور في العصب يعمل اصابة في العصب يعمل تلاف في العصب ممكن كان يدخل في شغلة الفرجليه مش خصا هو كان ماشي قبل العملية هو البعد بتاع المضاعفات دي بما انها ما حصلتش فكأنها ما كانتش هتحصل لا هي كانت هتحصل ولان احنا دايما في العيادة او في شغولنا او في المستشفى بنشوف المريض في كل مراحله بشوف مريض لسه بدأ القلم معي النهاردة وبشوف مريض تاني بعد منه على طول كان معي القلم بقى لعشر سنين وبشوف مريض تالت بعد شوية كان عنده المضاعفات بدأت تحصل الصورة بالنسبة لها بتبقى كاملة لما اجي منصح المريض بتاعي اللي لسه جايه دلوقتي بقوله اه اوعك تستنى لما انحصل المريض رقم ثلاثة هو مش في دماغه ده بقى خلص ولا فارق معاه ده مفروض شوية تواجع ويخلاصه يعني لما تيجي تقوله الغضاريف دي ممكن تقدي الى انك تقعد على كرسي بعجل او متحركش ازاي يعني ما انا ماشى على رجلي ما عندناش دايما الرؤية بتاعت الايه ان فيه خطر جاي ولازم اتلافاء واحل المشكلة نستنى بقى وقت القضى يحلها ربنا وقت ما يحصل مشكلة اكيد هنلاقي حل وده طبعا مش حقيق واللي هو بقى فال الله هو اللي فالك الدكتور اه يعني ما تفاولش علينا ما تقولش الكلام ده بقى دكتور الجمل اللي هي يعني جميلة وشعبية وكل حاجة التي ان الهدف منها او مقصدها مقصدها في الاخر والنتيجة في الاخر كارسي كارسي اللي انك انت النهاردة ساعات بنقول طب ما تيجي ندور ده الكارسة انت بتقابلها في ايه طب ما تيجي نعمل اشعة نشوف يقولك طبعا دكتور انت شاكك في ايه طيب انا شاكك ان ممكن يبقى غضروف يا دكتور ما تقولش الكلام ده هو فيه غضروف بيجي وانا مش هعمل اشياء عشان ما يطلق حال ويسبق ويمشي في الاخر انا عندي مشكلة طيب المشكلة لما نروح للدكتور لازم يشخص التشخيص بيجي من ثلاث حاجات حاجة اسمها الاعراض اللي هي الشكوى ثم الاعراض ثم الابحاث اقدر اشخص اللي هي اقدر اسمع بتاع العيان بتاعي ده انا شكوتي كذا 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 ده الرجل اليمين ويسمع في الفخد في الهنش من وراء ينزل على رجلية ويضرب في صوابع رجلية لأ ده الرجلتين بيوجعون لأ ده بيسمع هنا وبيحزمني لأ ده بيجي من رقابتي بكتافي وبيعمل لي زي الحزام وبيقفل نفسي ده بيعمل لي دوخة او دوار كل العرض من دولة بيؤدي الجزء في الخطوة التانية بقى اللي هو ايه التشخيص بتاعي اشخص بعد ما افحص المريج بتاعي واشوف القوة العضلية والاستجابة العصبية واطلب بعد شوية شوية ابحاث انا محتاج اشعة عادية اشعة مقطعية اشعة ترانين مغناطيسي رسم عصاب رسم عضلات يبقى اللي عملت اشعة ترانين مغناطيسي يبقى اللي منظر زي اللي قدامنا ده اللي عليه السهم الاحمر ده هو ده بيقولك انا لسه القلم ده جاي اللي بقى لي اسبوعين ابص على الاشعة دي اقول له ده انت مشكلة العمود الفقر بقى لك بقى لك خمس ست سنين الغضروف خارج برا وحصل بدأ يحصل تآكل في جسم الفقرة وفيه غضروف تاني فوقيه وغضروف تالت فوقيه مع ضيق في القناة العصبية مع ضغط على العصب والحبل الشاكرة الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليل يقولك ايوما انا لسه القلم جايلي ويعرف مت يمين ده اني بقى لشهر ترجع بقى لما ترجع طب كان زمان بيجيلك ايوك ده من 10 سنين كان بيجيلي واجع وكان بيروح من شوية مسكنات احنا بنحترم الشاكرة جدا النهار ده النتيجة ايه ان انا عندي ضغط على العصب وفيه اختناق في القناة العصبية انت بتخرج من عنده الدكتور طالب الحل انت كل كلمة التشخيص والكلام ده كله لا تعني المريض كتير يعني هو عايز حل ودايما المريض يعني لو هو برضه يعني لسه في بداية وكده مش فاهم الموضوع كويس بيدور على الحلول السهلة هو عايز تعمل حاجة معينة يخف بعد يوم اثنين هو بيديك فرصة يوم اثنين تلاتة تحلل المشكلة وده مش وارد بقى لما دي بقى المشكلة بقى لها سنين ما قال العلاج هياخد شهور على الاقل اغتبال حراتك وساعات ما بنقدرش نوصل لعلاج دوائي ساعاتنا احتاج تدخل جراحي يعني لما تلاقي هنا هو غضروف اثنين تلاتة اربعة خمسة خمس غضريف العمود الفقري وضغطين على العصب وضغطين على الضفيرة العصبية اللي تحت اللي هي منطقة ما يسمى دين الحصان بتاعت الكودأ كوينا بتاعتنا وبدأ المريض يشتكي بقى كمان بقى شوف غير الالم غير التنميل لا في صعوبة في الحركة بجرجر في رجلية بجر في رجلية رجلية كأن فيها شوار رمل بحركه لا ده اللي بعد كده بقى ده البول بدأ يبقى في صعوبة ده البول بيسيب مني ده انا مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي وقد بقى لحضرتك الاعراض دي كلها لما نيجي نبص عليها ونربطها بقى بالموضوع نبدأ نشوف السيفيريتي بقى وشدة المرض بتاعه والقلم وقد بقى لحضرتك لما نلاقي بقى في ضيق واختناء شديد جدا وضغط على العصب وغضروف منفاجر أو غضروف فقرات تآكل الغضروف بدأت تتحرك وتسيب يبقى هنا الحلول دايما حلول جراحية إذا أمكن وإذا أمكن دي مهمة جدا ليه؟ ممكن يبقى المريض له حل جراحي بس ماينفعش عمله له يعني المريض لما يبقى عنده هشاشة متقدمة أو واحدة ستة عندها هشاشة متقدمة أو وزن زيادة جدا يعني بعض ما صلح العمود الفقر العمود الفقر برضو هيفشل أنه يتحمله ما أنا ما تأملش ده بقى يعني للأسف في بعض الدكاتر بيبقى مندفع يعمل عملية واغتبار حضرتك هي عملية صح بس هي الحزب بص للعيان بتاعك بعد كده هل العيان ده هيبقى من النوع الطيع الجميل السهل اللي هو يسمع كلامك خس هده خس ولا وستويشن بتاعه الوضعية الفيسيولوجية بتاعته هل ستستفيد من هذه العملية استفادة كاملة جميل ولا جسمه بيولوجيا فيه خلالات أخرى تمنع الاستفادة الكاملة عندك بقى هشاشة متقدمة بالضبط أو عندك سكر غير منضبط تعمل السكر تراكمت لإيه تسعة وعشر وإحداشر واثناشر هيحصل التهابات عنيفة هيحصل التهابات والجسم مش هتقبل العملية لازم نزبط الأشياء ويحصل بعد شوية تلايفات ويحصل مش هارف فيهم يعني احنا احنا مش هاي الموضوع مش كلمة ونص يعني ما بيتحلش في رأي واحد لا ده الموضوع بيبقى له جوانب كتيرة جدا والجوانب دي لما نقعد نجمعها مع بعضها هللاقي يعني بص في الأشعة دي ده مريض جاي بيشتكي من عند صعوبة في الحركة القاعدة بتتعبه الوقفة أكتر حاجة بتتعبه لما يجي وط ويصل عملنا الأشعة اللي إينا الفقرة الرابعة والخمسة الغضروف متأكل تماما وحصل ده اسمه انزلاق فقاري يعني مش اللي انزلاقه ده أصعب بقى من اللي انزلاق الغضروفي انزلاق فقاري يعني الفقرة اتحركت وسايبة خالص في ظهره بيقولك حتى أنا بسمع بالطقطقة بتاعتها وأنا بتحرك أنا بسمع لما بجأ وما يريحش لما نم على ظهري طب القاعدة بتريحك لا ما بتريحنيش الوقفة بموت من الوقفة لو وقف تكتب ربع ساعة وتسمع هزي الشكوى من سيدات البيت بقى ست البيت تقولك أنه مجرد ما بقف في المطبخ أأخسن شوية تطباق أو أطبخ فقال لا أعمل حاجة غزبا عني لازم أجري عشان أعود أوفر الظهري ليه الفقرة مع الوزن تبدأ تنزلق للأمام لأن هي وضع الفقرة في الطبيعي ربنا خلقها مع وضع الحوض وزاوية الانكلينيشن والميل بتاع الحوض إنها سقطة بتقعها هي عايزة تقع الفقرة اللي مسكها الأربطة والمفاصل بتاعة العمود الفقري طيب لو هي المفاصل دي تأكلت أو حصل فيها شرخ أو تأكل الغضروف ما هي أوتوماتيك هتبدأ تسحب على تحت لما بتقع بثقة للفقرة هتبقى الشد على إيه على العصب اللي خارج وعلى العضلة والأربطة اللي في الخلف تلاقي دايما الشكوى هنا لأن شكوة المريض بتبقى فيه واحدة ساعات أخوى من الثانية شوية لو شكوة الرجل أكتر من شكوة الظهر يبقى أنا بتكلم على غضروف وعصب لو شكوة الظهر أكتر من شكوة الرجل يبقى بتكلم على ثبات العمود الفقري يعني دايما أول ما المريض يقول لي بص أنا مشكلة تكون له في ظهري تعرف إن فيه تزحزح فقاري يبقى الفقرة هنا مشروقة منقولة متأكلة حصل هذا الكلام طيب دايما كلمة تزحزح فقاري تساوي كلمة تانية اسمها تثبيت فقرات تثبيت الفقرات ديا له طرق كتيرة جدا بس هي الفكرة بتاعتها إنك بتعمل حاجة تقوي العمود الفقري أربط الفقرات ببعضها فقرة في التانية ثلاث فقرات في بعض خمس فقرات مع بعض بحيث إن أنا إيه أمسك العمود الفقري طيب الحركة بقى بتاعتها العمود الفقري فيه تثبيت ما ينفعش بعدها تحرق وفيه تثبيت هبدأ ممكن يديني مجل الحركة بقى تبقى الحركة بس في الأول وفي الآخر كله هو إيه تثبيت فقرات طيب فيه ناس بتدخل بقى في حسبة كبيرة جدا هو التثبيت دعني إيه طيب ما فيه كان فيه زمان حاجة اسمها شريح والمصامير النهاردة بقى فيه تطور بقى فيه حاجة اسمها الدعمات والمصامير اللي هي لها رؤوس متحركة أو بتاع تدي مجال حتى في ظبطة العملية وأنا شغال آه ده نزبط الزوايا بتاعتي كويس بتاعت العمود الفقر عشان أريح العصب الكلام ده كده مهم الناس فهمة أنك في العملية أنت هتركبلهم رمان بالي بقى يعني ما أخذ بالك أن يرجع آه فيه ناس بعد العملية بنعمل عملية زي كده وتثبيت للعيبة بيلعبوا كورة رياضيين بيمارسوا حياتهم الناس بتشتغل وواحد بيسوق عربية عملية ده اسم تثبيت فقرات أغدر حرك التكنولوجي حلت مشاكل كتيرة جدا الجراحة النهاردة ما عندناش منستخدم جراحات عادية اسمها معظمها جراحات يا إما جراحات تدخلية محدودة أو جراحات بالمناظير أو جراحات بالميكروسكوب الجراح بتتوقف على لو أنا بشتغل على فقرة والتانية ما أنا ممكن أعملها بالمناظير طيب لما يبقوا 3-4 فقرات والفقرات سايبة ومحتاجة أدخل من هنا ومن هنا ومن هنا لو عملت المناظير ممكن أعمل 8 فتحات 10 فتحات 5 شرحات كل فتحة سنتي ونص ما فيه حل تاني ساعات نعمل جراحة ميكروسكوبية بفتحة واحدة في النص كده أعرف أوصل للنحيتين لكن المناظير ما جيبش النحيتين مع بعض وأخبر حركة وهنا بيتم عملية التثبيت والتثبيت هي النهاردة الحقيقة بقى يعني ده من الواقع اللي هو الموجود دلوقتي بقى أنا أكتر من 10 سنين أو 15 سنة في العالم كل ما فيش حاجة أسماء إن أنا باستقصر الغدروف فقط أستقصر الغدروف فقط بعد شوية المشاكل الجاية للنس بتتحرك وبتشتغل وبتمشي والعمود الفقر ما عادش بالقوة والقوة العضلية بقى الضعيفة أو الوزن الزيادة فلو أنا سبت العمود الفقر من غير ما أعمل له حاجة تثبته شايف اللي موجود دلوقتي ده ما بين الفقرات ده بنسميه قفص واخد بها الحركة ويسموه بنانا كيتج عامل زي الموزة كده يدخل ما بين الفقرات وبعضها بحيث إن هو يعمل إيه ده ده بنسميه ده دايما الفقرات على حالة البعد لازم أبعد الفقرات عن بعض لإنها لو طبقت على بعض أنا عندي مشكلة بتقفل على العصب لإنها مخرج العصب من وراء الفقرة نمره واحد ده بنسميه كده باللغة للإنجليزية مبعد مبعد أو بيدي مسافة اللي بيخلق المسافة ده مهم جدا إن أنا أحافظ على ده ده ممكن نعمله أو ما نعملهوش ممكن نستعيد عنه إن أنا لما بثبت التثبيت اللي هو الخلفي من وراء اللي هي المسامير وبتاع وفي نفس الوقت بيحصل نوع من الالتقام لإننا احنا بنستعيد عن السبيسر ده في بعض الحالات نقول بالحرك لإن ده برضو له مشاكله يعني كان في وقتهم من الأوقات كان طالع كده زي طفرة كده في الشغل طلع له مشاكل أخبر الحرك يعني حتى الناس ده بيركب من البطن من قدام ولا بيركب من وراء كانت قصة كبيرة كده وفي عمليات يعني كان فيه أنت عارف كويس أن الطب بساعات بيبقى فيه زي موضة كده وبتبقى نعمل التجارب يعني بنجرب إن احنا نعمل العمليات دي أكتر مثلا من البطن بالأمام بالمناظير ودي كانت ألمانيا من الجراحات المتقدمة جدا هناك بس ده عاملة كبيرة إنك تدخل من البطن علشان وما تقدرش تشيل الضغط اللي وراء والخلفي فكان يعمل ده من قدام ويرجع بعد شوية يفتح من وراء تاني واخد بالحركة مشكلة ده إنه كان ممكن يتحرك ويضغط على العصم وممكن ييقط على العصم وحصل في حالات كتيرة جدا عشان كده هم دلوقت هناك ما عدوش بيعملوه يعني هناك ما عدوش بقى بيستعيدوا عن ده بحاجات تانية واخد بالحضرتك لسه بيستخدم ما في بعض المراكس بيستخدم وطوروا بقى الحاجات تانية بدلا ما هو يبقى عامل زي البنانا كده بدأ يبقى عامل زي القرس إنه أنا أملى الفراغ ده كله بحاجة زي القرس وتسبت كمان بشرح مصامير من الأمام ومن الأجناب عشان ما تتحركش وتقطع الله بقى عملية كبيرة لإنه أنا من الأمام أنا عندي مشكلتين عندي مشكلة الشريان الأورطة قدامي وأول ما ييجي ينزع الحوض بيتفرع على الشريان اللي بتغذي الرجلين الجسم كله من تحت مش كده طيب وجام به بقى الأخطر منه الإنفيروفيناكيفا اللي هو الوريد بيتين قطري ده أخطر لا الشريان الشريان لو إنت في عملية والشريان تقطع تقدر تخيطه لأن فيه مصل الول بتاعه مسكلر ويعمل سبازم معاك وتقدر تجيبه لكن الوريد لما تيجي تاخد به غرزة بيهرب منك بيهرب ده بيفتك يوسع وده حصلت بقى وفيات كتير جدا من هذه العمليات إنك الوريد حصل فيه إصاب ضيف العزيزة القيمة الأمال الكبيرة أستاذ دكتور محمد صديق ويدي أستاذ جراحات المخوى الأعصاب وجراحات العمود والفقري والنزل لك في الظروف الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة وجودك معنا دائما شرح كبير لنا شرف لها دكتور إيمان نورك لك تسلم تسلم خليكوا دايما مع الدكتور على مساحة أكثر من عشرين ألف متر مربع تم تشيد مستشفى العربي في محافظة المنوفية بل معايير الطبية العالمية لتقديم خدمات طبية تعتمد على تكنولوجيا ووسائل علاجية متقدمة واختيار كوادر طبية من أهم الجامعات المصرية وبعد إنشائها بوقت قياسي حصلت مستشفى العربي على شهادة الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية جي سي آي عام 2017 ثم إعادة اعتمادها عام 2021 لتصبح أول مستشفى في مصر تحصل على اعتماد النسخة السابعة من جي سي آي إلى جانب الحصول ثلاث مرات متتالية على شهادة الآيزو 22 ألفا الخاصة بجودة الطعام والتي تهدف لتقديم غذاء صحي وآمن للمرضى والزائريين أهلا بكم في رأيي أن استقافة الطبية حول المسالك البولية بالنسبة للرجالة في عالم البرستاطة وبالنسبة للرجالة والستات في عالم الحصوات فيها قصور شديدة الناس بتتحرك بتأخر الناس بتستهون بالموضوع وطبعا الحصوات أو البرستاطة تحديدا بيخضعوا لفكرة ما ندور على وصفة ما ندور على عشبه ما ندور على استشارة لحد يقول لنا دوى من غير من نروح لدكتور الخوف لا يخاف المريض يعمل فحوصات يقول لك لا يبانى عندي حاجة يعني أنا معرفش الفكرة دي مين اللي زراحت مخي الناس يعني لازم تتغير يا جماعة يقول لك أنا نعمل له مثلا يقول له والله لازم ندور على فحوصات ما يلعش نشوف إذا كان فيه أورام في البرستاطة يقول لك لا أنا مش عايزة عمل مش عايزة عمل ليه لا يطلع عندي حاجة طبعا الدكتور في اللحظة دي عارفين يا جماعة بيتوقف عنده الزمن الزمن بيوقف خلاص stand still بجد ما بيقاش عايف يرد يقول ايه يعني مفيش في الطب عندنا ردود على الحتة دي يعني ممكن أرد على مريض يقول لي أنا خايف من العملية آه دا كلام محترم خايف من العملية شروح لك العملية وبتاع لكن خايف تأمل فحص أو خايف تأمل investigation لا يطلع عندك حاجة طبعا أرد أقول لك ايه انت خلتني فجأة كده أرجع بيك أنا وانت نرجع بقى للقرن السادس بس ما قبل زمان قوي يعني رجعنا سبنا الطب كله وسبنا الحداثة اللي عملها الطب وسبنا الاختراعات وقفنا محلك سر من الفين سنة مثلا أرجوكم يا جماعة ركزوا في الحتة دي قوي في ثقافتكم أنتوا لازم لازم تؤمنوا بأنه الاكتشاف المبكر مهم جدا الكشف الدوري مهم جدا التحرك والذهاب إلى الطبيب يعني المتخصص في الشيء ده مهم جدا ما روحش لوعد صاحبي يعني ما يكونش رب الشكل من برصاته وروح لوعد صاحبي يعني تخصصه مثلا جلدية وقل له قل لي بقى أعمل ايه هيعرف ايه على الموضوع النهاردة مهم يوم مهم جدا لأنه مع قيمة علمية رائدة في المجال ده واللحاء شرف كبير جدا لبرنامج الدكتور أنه يعني يعني يحصل على هذا اللقاء مع واحد من الرموز القديرة لعالم المسالك البولية ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عمر بدر الدين رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى العربي وصاحب دكتورال مسالك البولية من كلية طب جامعة المنوفية ورئيس أقسام جراحات المسالك البولية والمناظير بكلية طب جامعة المنوفية سابقا وعض جامعية المسالك البولية المصرية واحد من الرواد هذا المجال أهلا بك دكتورال أهلا وسهلا دكتور آيمن شرف كبير لك وأنا مبسوط من المقدمة اللي ساعدتها كلتها دي لأن التاتشز حقيقة جمدة جدا دايما برانش فرع المسالك مصدوم البرستاتة تحديدا ربما يأتي الرجل متأخرا مبدئيا المسالك البولية دي عبارة عن تمن تخصصات التمن تخصصات دي فيها زراعة كلا فيها جراحة أورام فيها جراحة مناظير فيها جراحة مناظير فيها جراحة مناظير بطن فيها مسالك أطفال فيها مسالك النساء فيها مسالك ريكونستركتف فيها كلام كبير أولا معظم الناس فاكرها بواسير ساعاتي معانا ملاش علاقة بينا خالص فالمسالك من ضمن الحاجات المهمة جدا تعرفها نمرة اتنين فيها حاجة اسمها الثقة أنك تتثق في الدكتور والثقة دي على فكرة من خصائص المجموات العربة مبنية على الثقة أنا كان لها خالة زمان رئيسة قسم نفسها في اسكندرية فسألتها وأنا صغير أنا أتعامل مع المريض إزاي قالت الثقة لازم يحس أنه هو أن أنت بتعامله يا أبوه يا أخوه يا ابنه فلازم هي ثقفية أول ما العيان حياة ثقفية حيسمع كلام وهيعمل التحاليل وهيعمل اللي أنا بقولهوله بما أنه هو ثقفية فدي على فكرة من ضمن الحاجات اللي ميميزك ميميزك كويس جدا المستشفى العربي واللي عاملين في العربي لأنها مبنية على الثقة فلما نيجى مثلا لأمراض البروستاتا البروستاتا دي مقسومة لنوعين كبار جدا النوع في مشاكل وفي نوع مفوش مشاكل النوع المفوش مشاكل أعراض عايزوا رح الحمام كتير عايز مش عارف إيه عايز إيه عايز إيه عايز إن نعمله بقى بحاس مبداية بي أس إيه مرة كده عشان نعرف ما ماشي إزاي ونبتدى نشرح له دلالات أوضاع دلالات أوضاع ونبتدى نشرح له بالراحة إيه أهمية كلام ده توب بريفانت أو إن إحنا نتفادى إن يجي له مشاكل بعد كده ففي واحد إعراضه اللي هي سكور معين هزون كتتقلت في البرنامج ده قبل كده السكور ده لو تحت 18 غالبا بيباس سمتوماتيك لو فوق 18 غالبا بنروح ناحت الجراحات فأنا بفهمه والله يبص في رئيس مجلس إدارة مش عايز يروح كل شوية الحمام هتبوص عليه الاجتماعات وفي فلاحة قاعدة لسائل ما تفرقش معاه فالقرار لك طالما ما عنديش مشاكل لكن لو عندي مشاكل في حصوة مع البرستاتا في جيب مع البرستاتا في ريتانشن في هيماتوريا في دم في البول في ضغط عكلة يبقى لازم في تدخل التدخل ده بقى مقسوم لحاجات كتير طبعا من ضمنها أنه يقتنع أنه لازم يعمل أبحاث دلالات الأورام التراساوند على البرستاتا عشان نعرف حجمها إيه عشان نعرف نتدخل إيه عشان هنعرف هنعالج البرستاتا بألف حاجة اسمها ألفا بلوكر ونعالج المسانة اللي هي بتتقصد بالبرستاتا بحاجة اسمها أنتي مسكرينك أو أم ريسابتور دراجز كل الحاجات دي الدكتور هو اللي بيوجيهك ليه فأنت لازم بتتطق فيه ماشي؟ العمليات بتبقى خمسة في المية من حالات البرستاتا معظم الناس بتعيش من غير عمليات خالص بس لازم تاني تبقى أنت مصدق دكتور متابع معاه وثق في المكان وثق في المكان اللي فيه تحليل كتير فيه تحليل مزبوطة أنا محتاج التحليل موجود موجود احنا عندنا ميزة في المستشفى إن لعنى يجيه ساعة تسعة عشر السوق يقابلوا الدكتور بيقابلوا واحد واثنين فيه سنوار كسايد باتسايد تكنيك بنشوف ما تدين طب يعمل لي كذا دلوقتي طب يعمل لي كذا دلوقتي الساعة اثنين الظهري يكون متشخص لأن كل حاجة موجودة ما بين معامل وما بين أشعة وما بين عايز دكتور تاني تخصص تاني يشوفه دلوقتي فده يعني موجود في المستشفى دي اللي هو قلمة ليه في حتة كتير قلمة ليه في عاياتي ماشي؟ يعني حياتي حبعته الأشعة وحبعته المعامل مثل إن أنا في المستشفى فيها جميع التخصصات وفيها معامل قوية جدا وفيها أشعة قوية جدا إن أنا قدر أشخصه في نفس اليوم وأقول له علاجك واحد اتنى ثلاثة أربعة الأورام تحديدا شيء مرعب بالنسبة للناس أورام البرستات خصوصا لو تخيلت حضرتك حد يجيه المستشفى العربي وعنده تاريخ عائلة يعني عنده والده توفى من أورام من وراء في البرستات أو كان يعاني منه عندنا عهد قديم وعهد جديد العهد القديم كان العدم الثقافة وعدم الثقة فيتخلي الناس بتروح في مراحلة متأخرة جدا العهد الجديد الناس بيتعديها ثقافة وبتدوا فعلا كل واحد له دكتور بتاعه فالأورام بتاعة البرستاتة بالذات لو سألت سؤال خيالي لمليون راجل دي يجيلك ورام ايه؟ يقول يجيلي البرستاتة لو سألت الستات تيجيلك ايه؟ ورام السادة لأن الاتنين بيتعالجوا علاج بنسبة شفى 97% سواء كان حميد أو سواء كان غير حميد وعلاجهم متوفر وعلاجهم ناجح بنسبة عالية جدا في العصر اللي احنا فيه في الأجهزة الجديدة في المناظير الجديدة في التحليل الجديدة ما بقتش حاجة مخيفة بقت حاجة تتعمل والناس بتعمل او بتعيش بعدها عشرة و 15 و 20 سنة مبسوطة مبسوطة يعني انا كتير اهم العينين يا دكتور انت ليه معملتش لعملهم ده؟ ده انا كنت بقوم اربع خمس مرات بالليل وكنت اتزينة في العربية اقف مش عارف ايه عمل ايه دلوقتي الحمدلله جمهور ماشا كويس جدا بالعكس بقتدوني سهلة جدا كان الاول هو غسيل له ومش عارف ايه ويقعد في المستشفى سبعة امانة يام دلوقتي ايه اربعة عشرين ساعة مهم واتسو افر اربعة عشرين ساعة لو احنا بنكلف غير حميد لقدر الله ثلاثة اربعة تيام ماشي؟ وياجوز كمان منعملش عمليات وعلاجه سبعة وتسين في المية بالعلاج بس الدكتور هو اللي حد مهم فما بقتش حاجة تخوف عشان كدا انا ارجو من الناس انها دايما بيبقى لها دكتور صاحبها ويصاحبه واحدة عمسالك بالذات اه طبعا لانه جاي 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 مان اللحظة استقصال البرستاطا تطورة في الفترة الاخيرة تطور كبير جدا جدا وبقى فيه اجهزة حديثة ومتطورة في التعامل مع البرستاطا اللي كانت الاموريشن بتاعتها والعملية بتاعتها في الزمان كفتحة يعني عملية صعبة طبعا جدا كانت عملية صعبة جدا وفيها 30% death rate زمان وبعدين اخترق المنزار المنزار اللي هو سنائي اللي هو بيسموه المونوبولر المونوبولر روحادي قد ده كان بينزف وبيعمل حاجة اسمها تيارسندروم وكان عايز اللي علمني دكتور كان أستاذ في كندا قال لي انت عايز 500 حالة عشان تتعلمتو برساكشنست لما الدنيا التوارض بقى فيه كاميرات بقى فيه تلفزيون بقى فيه مناظير فيه حاجة اسمها بلازمة فيه حاجة اسمها ليزر كل الكلام ده بيخلي العملات تتعامل حتى في الناس يعني احنا قدامنا مثلا بتاع البلازمة ايه اللي هي بتحمر دي تلاقي مفيش بليدين مفيش بليدين وشغال عادي جدا 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 وتخلص العملية في ساعة احنا كنو محكومين زمان عشان حاجة البليدين وحاجة تيارسندروم دي بستين جرام بروستاتا لمدة ساعة عشان كل جرام بينزف اتنشر ميلي بلد وفيه ايه ابسوربشن العشين ميلي فلود فتعمل تيارسندروم ده ما بيعملش كده فممكن اخش في تمانين جرام ومية جرام ومية وعشرين جرام وخلص في الساعة برضه بنفس السرعة والعين خرق تاني يوم ففيه الليزر الناس اللي هم عندهم مشاكل في القلب وعندهم مشاكل في السيولة فالليزر بيخلصنا من الحاجات دي زي البلازمة بالزبط فيه الليزر تأشير بالليزر وتفريغ تفريغ وتأشير اهم حاجة ان انت عندك ست سبع حاجات ده الليزر اهو ده الليزر اللي هو الانيكوليش زي ما حاجة بتشوف بنقطع وبعدها هنقطع بالعكس ونعمل حتة انيكوليتد وندخلها جوه المسانة اه ده استقصال بالليزر مفيش ولا نقطة الدم مفيه اهو زي ما حرتك شيء حاجة بسم الله يعني العالم اتقدم جدا اه شكر للهندسة الطبية اه ان هما جابوا طاقة فدونا بها في العالم جميل جدا الميزر وال wheat والل والاو الديترامي المغيروه خالص يعني احنا الاول كنا بنعمل بمانيا بانا نعمل دلوقتي بسلعين فبالتالي مفيش اعراض ومفيش تيار سندروم ومفيش حاجة بص طارت خلاص كده خلاصنا طارت الحتة اللي متضخمت اوزيلة ازاي ما احنا تمكن اه وبهزي السؤول على فكرة يعني هي بهزي السؤول فالدنيا تقدمت جميل جدا فعشان كده حتى حدا ما يخافش بالعملية الحاجة برضو المسيرة اوي لو ذهبنا الى حصوات الكلة او حصوات الحصوات دي بخصة كبيرة جدا احنا زمان كان عندنا استجون اللي هي حصوة وعل الغزال في الكلة دي كتعمليها جبارة تلاقي عيان عنده خمسين حصوة في الحالب تلاقي عيان عنده حصوة عشرة سنتي في المسانا الثقافة زادت دلوقتي فالناس بيتجيلها مغز بتروح تعمل سنار بتكترش في ان في مشكلة فعلى طول بتكفى الحصوات حاجمها الزهر بس اكتشفنا حاجة بقى ان الحصوات تكوينها تغير هي الحصوات عبارة عن اي حاجة لما تجيب كبيرة مية زادة ونحط فيها معلات سكر بتدوب في حاجة اسمها اندسلوبيرت برودكت بتدوب لو حطتها شيء معلات سكر تلاقيها ترسبت على بلورات البلورات دي هي اللي تعمل الحصوات دي اساس الحصوات فمعظم اساس الحصوات عندنا في مصر بيت 40-50% يوريك اسد اللي هي بتدوب بأدوية بيت الحصوات لها علاجات اخرى فاحنا عندنا مثلا حصوة زي حصوة الحالب عندنا خمس طرق اللي عليك حصوات الحالب من علاج بسيط وفورات لمناظير الحالب لمناظير الحاجة اسمها فلكسبل اطلع من الحصوة من تحت لغاية كليا فوق من نزال فريكشبال ده والليزر باللابرسكوبك سيرجي بتلاقيها جراحات البطن والمناظير بدل الجراحة العامة للجراحة نفسها فعندي خمس طرق وعندنا في المستشفى الخمس طرق دي الموجودية بقى انا بقولي العيان قبليها انت هنعملك العملية بالطريقة الفلانية الفلانية فلانية كل عيان بالطريقة عشان ما تقوليش ايش معنى اللي قبلك عملناه بطريقة دي ان انت احنا بنفصل اه احنا عمزينة الترزية انا بفصل بدلة على مقاس انا اه كذا مقاسك انت حاجة تانية اه بس لازم ارجع اقوله بالتفصيل انا هعمل له ايه عشان لما يطلعوا الى انا عملت حاجة تانية اكون قولت هالولو كده وده مصدر السقة المسائل الحصوات اسبابها ايه يعني ايه الغودة جاردرقية يعني مظلومة؟ فيه فيه كم نظرات كتير من ضمنها كستاليزيشن ثير اللي انا اقوله لحضرتك بتاعة الانت شلوبيتر بطريقة من ضمنها الغودة الجارك اللي هو هاي من ضمنها قولون القولون لو الابسوربشن فيه وحش انتصاص فيه وحش اه فالكالسيوم بيمتصر كتير والاوزالات اللي هي اللي ايه بتبقى اه قاعدة للتكوين الحصوات الماتريكس بتاعها لا اسمنت اه ماشي اللي هو الماشا بتاعتها اللي بتترسب عليها الحصوات لكن هي في الاخر مرتبطة بطريقة شرب المي ففيه ناس عندهم ان هما يكونوا حصوات دول انا بطلب منهم حاجة لو سمحت انت حياتك لازم تشرب ماء كتير يقول لي يا دكتور اشرب كم لتر ما فيهاش كم لتر احنا في الشتة غير في الصيف تكييف مفيش تكييف مشت مشوار لعبت كورة فانت محكة بتاعك انه لون البول بتاعك يبقى لون زي المية مش اسفر زي الطبيعي فانت كده بنخفف الانتسلوبيت البرودكت فبالتالي البالورات تدوب من اول يبقى لازم احرص على انه لون البول بتاعه يكون مبيض مية الحنفية زي لون المية يشرب مية بقى باستمرار بقى حسب لانه هو لو مثلا صحيح في الصيف وهو هيبقى عرق وخر وهو الاخير احزاج اكثر لعب متشكورة لعب متشكورة هيعرق بازل مجول قاعد في التكييف مفيش بس المحكة ايه اللون البول اللون مية الحنفية مش ضبط مش اسفر ماشي البول ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا لان ربنا سبحانه وتعالى من ضمن مزايا الامراض المسالك انها بتبان في البول اه فواحد لو احمر يبان عندي كذا 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 البول احمر اه حسوة ورم بروستاتا فعلى طول علامات انظار اه في عندنا بقى فيه 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 بقى نزيف اه مدنم بقلم موتروح الدكتور اه ميزة مستشفى زي اللي عندنا ان انا زي ما بقول حاجة فيه ساعتين اه ابقى عارف هو عنده بول مدمم ليه اه فيه ساعتين فيه ساعتين ودعوية ما شخصنا حاجات نادرة بقى اه ان اه فيه شوريان اه وريد رايح للمبيض قافل مش عارف ايه فواخد ايه فهو ده السبب مش مش حاجة تانى اه ان فيه حاجة اسمها ديسموت تيومر في الكولوم هو اللي عامل كذا في دي تشخصت فيه ساعتين فهدي مزت ان كل حاجة تبقى تحت ايدك انا تحت ايدي كذا 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 ديكاترا الحمد لله عندنا احنا عاملين سبعة تامن تخصصات من زرع الكلاري اه حاجات ماجر البول دي ماجر البول الحاجات دي الحصوات الاورام الناس الاطفال فبالتالي اي تخصص موجود عندي اه هنا بقى خلينا اقول ان المريض احيانا ده من ضمن الحاجات المهمة بيتأخر في الزهاب الى المنظومات الطبيعة او يتأخر في الزهاب للكشف لانه بيبقى عنده سابق تجربة انه لف كتير وراح في اكتر من حتة وبالبلد جيدة تاهت منه القصص للاسف مش حلوم المريض اه ده كان بتاع انا حلوم الدكتور اللي راح له المريض في الاول اه انا وانا بدي محاضراتي للطلبة بتقول بك الريوس بقول له منتو هتبقوا مسؤولين اربعين لخمسين في المئة من الحالات المتأخرة فورا من المسان لان العيان بيجيلك بدم في البول بتدي له علاج وتمشيه مش بتوديه المتخصص على طول اه فانا انصح واتمنى ان كل زمالي التخصصات العامة دم في البول لو سمحته الدكتور مسارك اه على طول ده خليني اقول برضو انه الامكانيات تلعب دوره انها تكون موجودة كلها اه طبعا اه طبعا اه يعني انا دلوقتي لما انا يجيلي العيان وعايز اعرف البول ده جاي مصدره كلا ولا مصدره فانا عايز ما اعمل نظيف عايز اشعة فيها سيتي وفيها ماراي وفيها الترسام انا حط الالترسام بات سايد ده اجنوزس عندي ماشي فبنشوف بفوت على عيان انه روح يعمل اترسام ده وبيجي وبعدين لا اعمل لي اشعة لا لا انا اعملها لك واطلب الاشعة المقطعية على طول لو انا محتاجة فبالتالي الحاجات ده بتخليني اوفر له وقت اوفر له مشاوير وكل حاجة موجودة تحت يدينا وكمان اسعار يعني المستشفى اسعار عشان هي موجودة في المنفهية وكان تفكير مجموعة العربي ان هما عايزين يقدموا خدمة فايف ستار لأهله وعمله فعملوها عملوها فعال وجودك معنا شرف كبير لينا والله والسعادة رائعة والسعادة رائعة واستمتعت بالحوار مع واحد من الكبار على المستوى المصري والمستوى الاقليمي في عالم المسالك واستمتع ببقية الحوارات الممتعة في واحد من البرانشات الطبية حبيب الممتعة الممتعة فعلا يعني لانه هي يعني دايما ارى في المسالك صورة مجسمة للمحقق زي وكيل النيابة الدكتور بتاعها لازم يكون وكيل النيابة وفيها هنداسة فيها هنداسة اه وفيها جوه انا هقول لحضرتك حاجة واحدة احنا عندنا أصعب عملية في العالم اه اللي هي ونفصل مسانة جديدة من الامعاء ونزرع فيها كليتين عملية سبعة تمان ساعة تي أصعب عملية في العالم ماشي؟ المسالك مش معروفة كده ماشي؟ عندنا نضمن حاجات اللي استوصل غد الكاثرية باللابرسكوب اه تشوف عملية سعبة دي اه اه طبعا بتخلص في ساعتين اه اه فعندنا حاجات في المسالك جندا جدا 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 وعلى فكرة في حاجة كمان انا هقولها بقى مهمة قوي ان في مصر ده كاترة المسالك في مصر هما رواد المنطقة مش العربية بس ده منطقة شرق الأوسط كله بالله يجد كلامك حقيقي جدا لا 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 ماشي انا 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 عارف انا عارف وانا الواحد يرجع الاصل الفضل لاصحابه وجود دكتور زي دكتور غنام في مصر طبعا خلى فيه قاطرة شدة المسالك في مصر كلها وراها طبعا 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 نورت وشرفتنا ضيف العزيزة القمة العلماء الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عمر مدر الدين رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى العربي وصاحب دكتور المسالك البولية من كلية طبعا جامعة المنوفية ورئيس اقسام جراحات المسالك البولية والمناظير بكلية طبعا جامعة المنوفية السابق وعضو جامعية المسالك البولية المصرية الاسم الكبير ورائد القدير كان ضيفي في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة اهلا بكم في اللغة المنشورة او المشهورة دلوقتي بين الناس بيقولوا الشباب الجديد يقولك فولندا أوفر اوفر يقصدوا بيه انه رده فاعله دايما مبالغ فيه حتى ما منقول ايه في التمثيل ممثل ده اوفر اكتنج يعني معناها انه ردوده مبالغ فيها بيبالغ في رد فاعله فيها نرى في الطب كلمة اوفر كتير قوي لكن اشهر اوفر على الاطلاق في الطب على فكرة هي فارط التنشيط الخاص بيه المبيض في حالة تأخر الانجاب الاوفر استيميوليشن الاوفر ريسبونس الاوفر ريسبونس بقى فارط التنشيط اسئلة كتيرة بتدور حول كلمة فارط التنشيط تفاهمين يعني ايه تنشيط مبيض الست اللي عندها تأخر انجاب راحت للدكتور فقالها احنا هنعملك تنشيط للمبيض بأدوية معينة فبيحصل تنشيط فيه يعني ايه فارط التنشيط ده هنفهمه ليه بيحصل في حالات رغم ان دي نخدت نفس الجرعة بتاعت دي بس دي حصلها فارط التنشيط ودي عادي ما حصلاش حاجة ليه ست تختلف عن ست هل هو بعبع فارط التنشيط هل هو بعبع فعلا مخيف مزعج مقلق جدا يخليني اضرب اخماسا في استات كفريق طبي قد يكون يدخل فيه كمان احنا ندخل في طب الحالات الحارجة والبطنة يدخلوا عشان يساعدوا في التعامل مع هذه الحالة هل فارط التنشيط له علاقة او بمعنى اصح التعامل مع الجنين بالتجميد تجميد الاجنة افاد هذه القصة واقل الحدوثها اسئلة كتيرة هتطرح نفسها بقوة النهاردة في حوار ممتع جدا مع واحد من الممتعين اللي بنتظر حوارهم واحد من اسماء البرزة القديرة في عالم الاخصاب المساعد والحق المجهري وتأخر الإنجاب ضيف العزيز القيمة للامية القديرة الأساس دكتور أحمد مفتضى استشاري الحق المجهري وأطفال النبيب وتأخر الإنجاب استشاري بمراكز دار الطب لإسم القدير أهلا بك دكتور أهلا وسأل أهلا وسألت أسئلة كلها أنا سألتها مرة واحدة فكلها عندك قدمها فو الممتاز ربنا يبارك فيه أوفر دي كلمة مشهورة أوي بس عندكنتو لها واقعا هو ده دي أكتر حاجة احنا بنقلق منها في الحق المجهري الحق المجهري والاخصاب المساعد من المجالات البسيطة اللي ما فيهوش فتح ما فيهوش غرز ما فيهوش نقل دم ما فيهوش إجراءات صعبة كلها إجراءات بسيطة بتتم عن طريق السنار المهبلي وفي حاجات ممكن مع تخدير بسيط عملتنا للأجنة أصلا غير تخدير فهي كلها إجراءات بسيطة نيجي بقى الموضوع فرطة تنشيط ده هو ده الحاجة اللي فعلا بوعب عبت عنها ده أكتر حاجة بنقلق منها لأنه هو من الأعراض اللي فعلا ممكن توصل لي يعني ممكن توصل لمشاكل كبيرة بعد كده فرطة تنشيط هو خلل كيميائي ناتج عن رد فعل من جسم الحالة للمنشطات اللي احنا من الدين رد فعل عنيف شوية بيحصل فيه خلل في حاجة اسمها اندوسيليا الجروس فاكتور الأوعية الدموية بتفقد القدرة على الاحتفاظ بالسواق الجواه نتيجة ايه؟ نتيجة رد فعل الجسم نتيجة شفط البروتينات الكتيرة اللي حصل خلل فيه المعادن اللي اتشفطت من جسمها المهم الأوعية الدموية بدأت تفقد السواقل اللي جواه فقدت السواقل دي بتروح فين؟ بتبدأ تبقى في البطن من قول بقى الحوض لحد البطن قد تصل إلى الكبد قد تصل إلى الرئة في الحالات الشديدة قوي ده بقى مصحوب برضو أن الدم اللي جواه الأوعية الدموية بقى تركيزه عالي جداً فدي بقى مصحوب أكتر بفرص تجلط ومشاكل في حتة تانية بقى خالص من هاش علاقة بينا تلاقي لا قدر الله في جلطات في كذا حتة تانية فهو رد فعل من الجسم نتيجة المنشطات التبويد إيه مراحل بقى التنشيط نفسه أو فرط التنشيط؟ خلينا برضو متفقين هو الاسم نفسه مش دقيق قوي لأنه فرط التنشيط مش مرتبط قوي بالجرعة ومش مرتبط قوي بعدد البويضات يعني احنا في حالات كده كده عمرها ما تخش فرط تنشيط عمرها أن أنت تطلع مثلاً عشر خمستاشر بويضة من واحدة مخزونها واحد أو واحد ونص غير لما تطلع العشر خمستاشر دول من واحدة مخزونها ستة دي الأولانية دي مستحيل تخش في فرط التنشيط أو فرصها تكاد تكون منعدمة إنما التانية دي احتمال كبير جداً تخش فيه الموضوع في فرط التنشيط فهو الموضوع مش مرتبط قوي بالجرعات مش مرتبط قوي بعدد البويضات قد ما هو مرتبط برد فعل الجسم للعلاج نفسه اللي احنا منديه المراحل بتاعته الحمد لله أن هي في الغالب بتبقى في المراحل البسيطة ده في الغالب ده اللي بنشوفه في الغالب المراحل المتوسطة أقل شوية المراحل الحادة نادرة جداً جداً المراحل البسيطة بتبقى أعراضها بسيطة يعني في الغالب وجع في الوجع تقل أعراض جهاز هضمي بقى كلها إمساج غازات تقل من تحت مش عارفة تتنفس كويس حاسة أن فيه دايماً زي تقل كده الأعراض الأعلى بقى شوية إنه تبدأ كمية البول تقل شوية إنه يبدأ جسمها يتنفخ شوية يبدأ الحركة تبقى ضعيفة شوية النفس بتاعها بيبقى أصعب شوية المراحلين دول غالباً مش بيحتاجوا علاجات في المستشفى في الغالب علاجات في البيت المرحلة الشديدة بقى هي اللي بتحتاج حاجز المستشفى وأحياناً نادرة شوية بنلجأ فعلاً للرعاية المركزة أو لو يحتاجنا نقل بلازمة أو نقل بروتينات اللي هو القلب ومن أول الكلام دي كله بس دي بفضل الله دي حاجة نادرة قوي مش بنشوفها كتير إزاي بينشخص فرط التنشيط؟ فرط التنشيط يعني أحنا من الأول بناء متوقعين إن الحالة دي احتمال تخش في إيجيلها الموضوع ده حالات تكاوس المبيض مشهور قوي عنهم القصة دي يعني في الغالب أو بيخشوا في مرحلة من المراحل دي بيبقى عندهم الموضوع ده التشخيص بيأبين من الأول خالص إحنا من يوم سحب بويضات المبيض حجمه كبير هي فيها مية وإحنا منسحب بويضات في مية موجودة في قاع الحوض بتبقى كمتها قليلة شوية بس موجودة فده بيدينا فكرة إن فيه احتقان شديد في الحوض الحالة دي احتمال أكتر تخش من غيرها إن هي تخش في فرط التنشيط بعد سحب البيضات بتبقى أعراض بقى الوجع الألم التقل أعراض الجهاز الهضمي النفس الكلام ده كله ستة تبقى حاسة إن بطنها منتفخة قوي وحاسة إن فيه حاجة بتتحرك جوه المبيضين من كتر مهم جبار قاعدين بتحركوا فعمل لها تقل واجع من تحت فهي الأعراض هي بتبقى جاء الحالة مش خاصة نفسها على طول وإحنا بنبقى متوقعين أو متنبئين إن الحالة دي عندها احتمالية أكتر من غيرها إن هي تبدأ في القصة دي طبعا تكاوس المبيض هم الناس اللي انخاف عليهم الموضوع دي أكتر ناس معرضين للقصة دي بغض نظر عن الجرعة بغض نظر عن البروتوكول العلاجي بغض نظر عن جرعة التفجير هم أكتر ناس معرضين لموضوع فارطة التنشيط اللي احنا شايفينه ده صونار لتكاوس المبيض لا ده صونار لتكاوس المبيض الحالة دي بقى عندها خلل هرموني بيبقى عندها عدد بغضات كبير جدا لما بنيجي نسحبه سواء بقى احنا قللنا الجرعة أو ما قللناهاش إلا العدد الكبير ده هو كاف يعني كافي الواحد أنه يعمل خلل في الهرمونات والإندسولية جروس فاكتور وبقية السلسلة تحت فارطة التنشيط من كلامك أنا فهمت أن فارطة التنشيط ده لما نجي نتكلم على how to manage أو كيف نتعامل مع الحالة إنها فيه احتمالات إننا لازم زي ما قولوا أسبق أنا فارطة التنشيط أو أتوقع أهم علاج لفارطة التنشيط هو توقعه من الأول ونحنا نمنعه من الأول أنا فهمت صحي كده هي المقدمة تحت حضرتك يعني ممتازة هي نحنا نمنع فارطة التنشيط ده من أول زيارة في العيادة من أول ما عملت السونار لقيت تكاوس مبيض أنت الحالة دي متوقعة جدا أنها تخش في المعبوضة فيه بروتوكولات معمولة لتنشيط المبيض مخصوصة للحالات دي فيه جرعات معينة بنيديهم جرعات أقل شوية من غيرهم بنيديهم جرعات تفجير بدلا ما ندي أمبولين ثلاثة بنيدي أمبول أو نص أمبول فيه طرق تانية لتفجير البيضات بتبقى أخف شوية اللي عمل فرق كبير جدا بقى في موضوع فارطة التنشيط ده موضوع تجميد الأجنة إنه لما بدأت الدنيا تبقى أحسن والتقنية بقت أوقع شوية ونسب النجاح المجمد زي الفرشي دلوقتي وقد تتغلب عليها أحسن كتير فبدأنا نلجأ على طول للتجميد الكل إنه إحنا ما ننقلش للست دي بوضاء أجنة الست اللي ما حطتش أجنة وما حملتش غالبا حتى لو في فرطة تنشيط متوسط أو شديد إحنا متكلم في بحر من خمس ست سبع أيام بالكتير والأعراض دي كلها هتروح إحنا عايزين نشرحات دي بتفصيل للناس بالضبط هي كل الأعراض دي بتبدأ مع حقنة التفجير حقنة التفجير ده كأنك حطيت مية على زيت سخنة بالضبط فالأحداث كلها بتبدأ من هذه المرحلة حقنة التفجير دي بتقعد شغالة من خمس لسبع أيام خلاص لما بتقلل الجرعة شوية بتقلل الأعراض بس مش بتمنحها هي برضو معرضة طيب لما تاخد الحقن بتاعت التفجير وستحامنا البويضات والدنيا عادنا خمس ست أيام الدنيا تعبانة هي لو ما نقلناش الأجنة خلاص المفعول بتاع الحقنة دي بيختفي ويروح من الجسم مع نزول الدورة الهرمونات كلها بتهبط كأنك بالضبط تدايس على دواست البنزين واحتراف على ريالك العربية هتوقف هتاخد وقتها هتوقف بالخصور الزاتي ده اللي بيحصل كان زمان قبل مضاء وانت جمدت الأجنة بقى خلاص الاجنة اللي حصلت عليها من السايكل دي ده إجباري دلوقتي ده إجباري دي لو حملت بقى في الأجنة دي وكملنا السايكل دي هرمون اللي هو بتاع الحقن التفجيرية اللي هو هرمون الـ HCG اللي هو بالمناسبة هو هرمون الحامل نفسه ده بيتضاعف كل 48 ساعة تقريبا فالستة دي هتوقف شهرين 3-4 في حوارات ملاشئ لازم خالص ومشاكل وأعراض زيدة جدا فهو العمد هنا الحجر الأساس في العلاج التنبؤ بالقصة برتكولات خفيفة للتنشيط بطريقة معينة وتجميد الأجنة وعدم نقلها وبقية الأعراض بقى كلها بفضل الله بتعالج بسهولة يعني أول مسكنات الحاجات اللي بتعالج أعراض الجهاز الهضمي ويعني لو محتاجة بقى مثلا سوديوم وتاسيوم الليفلز بتاعت المعادن دي نقدر نزبطها لها عندها مشكلة في التجلط بنيديها حق أنسيولة بنيديها سواء الملئة عشان نعوض البروتينات اللي خرجت من الدم ده يعني فيه حاجات كتيرة بنعملها كعلاجات بقى للأعراض نفسها لحد ما المرض نفسه يوقف الواحد والموضوع بيتسيطر عليه تمام لكن الأجنة المجمدة دي لما تيجي تحقينها هنترجحها تاني نزرحها شهر بالضبط من نزرحها شهر اللي بعده أو اللي بعد بعده يعني بعد شهر أو شهرين من القصة بسمها ارتاح ولا كأنها عملت أي حاجة خالص المبيدين برجاء الحجمهم الطبيعي تماما من طنط الراحم بترجع للأول خالص ولا كأنها عملت أي حاجة خالص وفي الحالات دي فرصة الحملة هنا أحسن كمان يعني كنا زمان أحيانا زماننا كانوا ممكن يزرعوا أجنة في الشكل ده في غاية عبان أو كده كان برضه فرصة الحملة مش حلوة لأنه ستة جسمها مستفزة جدا يعني كل حاجة فيها ملتهبة كل حاجة فيها محتقنة ما بتبقاش فرص النجاح حالية على العكس لما بنجمد ونديها وقتها شوية كأنه حملة طبيعي بالضبط يعني ظروف الجسم والهرمونات بتبقى مزبوطة جدا ونقدر نتحكم فيها أحسن ما هي الأخطاء أو التصرفات التي تراها في المنتهي السلبية في موضوع أو فيما يتعلق بموضوع الأوفر ريسبونس أو الفرط التنشيط أوفرينهايبرستيميليش أوفرينهايبرستيميليش يعني هو موضوع فرط التنشيط ده مفروض نتعامل معاه بحكمة وبخبرة لأنه هو لو تعاملنا معاه بس تهتار وسمنا الحالة لا يا ماما عودي في البيت لا ما تجيش لا أخدي مسكنات أحيانا بيدو حقا اللي هي المسكنات اللي هي النسترويدة دي بقى أصلا لها تأثير سلبي على الكيلة في الحالة دي اللي هي أصلا عندها مشاكل في الجهاز الدوري عندها مشاكل في الدم اللي رايح للكيلة فأنت بتحمل على الكيلة أكتر فهو التعامل هنا لازم بحكمة شوية بخبرة شوية مقاش فيه استهتار وبرضه مقاش فيه مبلغة لأنه احنا بنشوف برضه من ضمن الأخطاء الطبية اللي بتحصل بتروح عند مثلا دكتور أشعة ولا حاجة في عامل سونار يتلاقي مية ويتلاقي دم ويتلاقي في البطن فيبدأ طيب الجراح يخش عندها بقى نفكر بقى في أفكار متطرفة جدا نفتح البطن نشيل المبيض نشوف الأفكار دي كتير يعني أنت هنا بتعامل مع حاجة هو مش عارف أولها من آخرها مع أن الموضوع فعلا هو سيلف ليمتينج في خلال أيام أو بيخف الواحدة في الغالب الأعام الأعام أنه هو من الخفيف للمتوسط ده ما بياخدش أيام كتيرة حتى الشديد مع نزول الدورة انتهى خلاص الموضوع بيخلص بتثبيت شوية سوائل في لودة شارت أنا عندها نقص في الحاجة الفلانية بروتينات معادن بنعوضها لها محتاجة بلازمة محتاجة قلب ومين محتاجة أي حاجة بنزبطها وخلاص فهو التعامل لازم بحكمة بدون استهتار وبدون مبالغة ورد فعل متطرف فتح وشيل والكلام أي حالة تطبيعة دائما نحن بنخاف من حاجتين بنخاف من المفرط ومن المفرط في response التفريط والإفراط في منتال خطورة في التعامل مع مثل هذه الحالة التفريط اللي أنا أطنش أقول بقود مسكن ونامي وبتاعهم ما تتصلش بالليه بالليه الوقف الموبايلي الإفراط إن أنا بقى response أنا بقى اللي أحبقى over إفراط سيليوليشن دائما خطير خطير جدا آه يعني حد يدخل شيل ممبيضة حالة زي دي لأ يعني بتصرف تصرف غريب دا تصرف متطرف جدا وخطير جدا وتبعته وملهاش حل آه ماشاء البقر وهو الموضوع فعلا self limiting أنا مش عايز الحالة تبقى ماشية في سكة الخوف لأنه هو دا مش في كل الحالات ومش في كل حالات تكايص المبيض آه الفكرة بس إنه التكايص المبيض فرصتهم أعلى شوية لما بدأنا نطبق البروتوكولات دي وبدأنا نعمل تجميد الأجنة وبدأنا نلجأ لي الأساليب دي والأدوية اللي بتقلل الارتشاح المية الموضوع تحسن كتير جدا الحالات ما بتاخدش أيام بسيطة والموضوع بيعدي وخلاص كالعادة بتبدأك أو بتختارك أشكرك من أنت شكرا جلي اخترت موضوع في المنتهى الأهمية واحد من أهم المواضيع اللي نتكلم فيها في خلال الشهر اللي فات إنت وأول مرة نحط إدينا عليه بالتفصيل ده ونتكلم عنه الواحدة بالتفصيل ده وتبين لي فعلا إن المشكلة مش فيه المشكلة في ردود الأفعال حواليه المشكلة مش في الحالة المرضية ده مشكلة في الطريقة التعامل مع هذه الحالة المرضية ده ما احنا شروحنا بالتفصيل مع ضيف العزيز القيمة الألمية القديرة والاسم اللامع الأستاذ دكتور رحمد مرتضى استشاري الحق الميجاري وأطفال الأنبيب وتأخر الإنجاب بمراكز طب العريقة نورتها دكتور رحمد بالعالم مبدع شكرا جزيلا خليكوا دايما مع الدكتور اهلا بكم من الحاجات اللي ممكن تأثر على السنان شكيرة على فاكزة يعني المهم خلينا نقول إن في أربع حاجات غير معتادة أو غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على أو من خلال الأسان ممكن تأثر على الصحة العامة تخيلوا إيه؟ عدوا معي أول عاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا إن المياه الغازية الدايت من أخطر الأشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية إنه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن أن يؤثر أيضا ويسبب تلف الأسنان لأنه مع الغطس بيؤدي الغطس أساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل امفولنتري أو بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفي عماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين أكتر وكتر وبالتالي الأسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيداق قوي من الكلام حاجة تانية كمان إنه فرشات للسنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللاسة وتنقل فيروسات تنقل فيلوانزا تنقل فيروسات أخطر من الفلوانزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات السنان ولوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فراش فرشات الأسنان التانية يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشات السنان بتاعته أو كل واحد منقل لون اللي منقل مش عارف إيه وكلهم حطانها في كوباية واحدة فكلهم لسين فبعا يا سلام طب أنت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم هتنقلهم التانية عادي جدا يعني فالحاجة الأخيرة بقى اللي بتأثر على السنان ودي حاجة غريبة جدا أنه لقوا أن الرضاع الفترات طويلة يؤدي إلى مشكلة خاصة بتسوس الأسنان الرضاع الأكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة أكتر وأكبر للإصابة بتسوس الأسنان أربع حاجات مش متوقعين ناس كثير ما تعرفهم شي لكن الأربع موجودين والأربع مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خمسة بقى حاجة خمسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير أو أنهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة أو حيطة الخشبة طبعا فيها أنواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بها حفر أو يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من أكتر الأسباب اللي تسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل أكيد وقد تكون بقى مصدر عاد وراهيب لأنه فيه ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جبهة بيه ناس وحشة أوي 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 يعني أوي إيه دا إيه اللي أنا أقول لك تعالوا نبدأ نهاردة حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجان وبيعجبني جدا أسلوبه حكاياته حكاء رأى جدا ليه يوميات طبيب أسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أننا بروح في الإمرجنسي بس في الضوارع في الألم إلى أننا أروح لغير الألم كمان أننا ببحث عن ابتسام أننا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجها تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أول في عمل تعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من يجوم هذا المجال أستاذ دكتور كريم مكاد أنا لازم أروح الدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكل الزراعة لوقت تمت بسلام يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس أنه خايف يأكل حاجة ناشفة عشان فتر الزراعية لأ طالما تحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العم دايما بنقول أن من حق أي حد أنه يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السفة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عائرة أن المجال ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حد الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز الدكتور الكريم مكادي أهلا بك أهلا بعد ذلك عجبك الغطس أنت غطاس أساساً أنا غطاس أساساً معي شهدتين غطس والمفروض بعد ذلك هبقى ماستر غطس يعني كمان أنا الناس من أعز أصدقائي غطسين يعني وغطسين بارعين يعني أنا مفتخر طبعاً أستاذني الدكتور جمال السامي ده أستاذني وده من أهم جراحين القلب في العالم ده غطس محترق فعلاً بس الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر أي نيجاتيفيدي أي حاجة أنت بتشوف عالم تاني بتشوف دونيا تانية بتشوف كائنات مختلفة ألوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها استراث عالي بيبقى حلو جداً إن هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني فكرة إن تعافي أن العمر ما غطست بحياتي؟ لا ده لازم لازم أنا كبيري حمام السباحة بغطس لما بغلط يعني ده أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على إنه ما تدلش يعني شعر نفسه ما تجيش عليه مية أو الله يعني زيني وقف حمام السباحة تعرف أن العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة نتعلم الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السناء طبعاً جداً بشكل جامد جداً وخصوصاً لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستوبس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتقتص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل الستوبس عشان يبدأ يعمل ريليس أو ايه ده ايه الستوبس دي يعني؟ الستوبس يعني بيطلع على عمق أقل يعني مايبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل مايطلع بره المية لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لأن تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوعية الدموية كل حاجة مضغوطة عندنا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كالغطس الحزر لقف ضيبك اه طبعاً فيه ناس بتنفجر الرئة الرئة بتاعتها نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعية دموية وإحنا عندنا أوعية دموية جوه أعصاب السنة نفسها بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأواعيات دموية بتاعتها فإحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأواعيات الدموية بتاعتها الأكسوجين بتاعته فطبعاً كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعه فلازم اللي بينزل يقتص يمرن نفسه إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي إيه أفرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك إحنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات تحكيلي بقى الأسبوع اللي فات ده إيه اللي غرح فيه عندك قبل ما نحكي لحضرتك القصص دي ورده موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه؟ وخصوصاً إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة السنين بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه كارنيه ده موضوع منتشر جداً فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجن في السنة بيكسر في الصعطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللاسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كده فرشة السنان جميلة جداً ولو مضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جداً ماشي بس لكن أي حاجة بندخالها عشان نسلك ده موضوع وحش جداً طب ليه ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ إحنا هنقول كلمة سؤال كده عارف سؤالك جداً عام جداً بس السؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العديو الأساسي اللي بعديه بيترتب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنين تبدأ الأكل يتحشر بين السنين يبدأ يتعفن يعملي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تاكل في اللاسة والعظم اللي حاجين السنة تعملي أحماض تاكلي في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أوله خالص الدكتور هيعمله مش هابه في أي مشاكل ماسيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يدرب العصب وبعد كده أخد أمتي بيوتكس واخد مسكينات وبعد كده أسيبو برضو فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبواضل الدنيا ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالضبط كده هو السنة بتفقد بقى بيحصل إيه؟ هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متسبتة في مكانها كل واحدة سندة لجنبها وسندة لقصدها العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي أيوة زي ما احنا شايفين بالضبط كده اتحركت كلها اتحرك الخبيث ليه 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 الأسنان بتحركت؟ عشان تحركة هي أسنان تحركة بس هما سندين بعض فاحنا شلنا الإكوليبريم بتاعهم أو السبات بتاعهم وده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جاذبية بنت لازم بالضبط كده هو على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم تقطاقة في المفصل الفكر تقطاقة دي بتبقى نتيجة إن الأربطة بتاعت الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة إن ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فإحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده إن إحنا بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة يتحط على الدروس الورانية بنبوز لأ حلوة أول جملة دي بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة بالضبط كده ده في حمالي بالراحة بقى حشرح لحضبك مش احنا قلنا كل سنة سندل لقصادها وسندل لجنبها يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللقصاد وبعض ايه اللي هيحصل؟ السنة هتطول طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية اعمل ايه؟ ارفع العبدة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي؟ بحط حاجة بترفق على الأسنان الخلفية وبتعملي السبيس اللي انا بقولها لحضرتها قدامي فتبدأ الأسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت يتخفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي بتيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين من الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف وكلام ده كله ولا فتك يعلق ولا كلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جداً هم نحاول محافظة على مفصل لتاك ونتفادى أي جراحة ليه لأن دي الحاجة بتاعت ربنا بيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده أنا مش موافع عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الأساس ده طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم أهمل جداً زي ما أنت قلت الراجل اللي بيبقى عنده أو ست دي بيبقى عنده حالة يأس وساعد بيأس في السنة المبكرة يعني طيب أنا شفت السنة المبكرة دي وشفت في السنة 40 سنة و37 سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى إيه اللي حصل وكماً ما عندهمش سكر ولا أي أمراض عضوه بيبقى إيه اللي حصل أساساً هو أهمل راح لدكتور بتاع حشو خلع فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه واحدة وردتانية واحدة وردتانية واحدة وردتانية خلع الأسنان كلها وبدأوا يعملوا الأطقم المتحركة اللي هي طبعاً زي ما إحنا عارفين وقلنا قبل كده إن هي بتبدأ تخلي العضم أساساً يتآكل غير فكرة أساساً إن العضم أسن حافظ على حجبه ده بسبب الأسنان اللي جواه فأنا شلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل تراشر على العضم بشكل معين فالعضم عمالي يتآكل فتجيلي مثلاً عندي واحدة لسه جايلة لأسبوع الفات عندها 40 سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنانها وماشى الطقم المتحرك وعضمها قليل للزراعة طب هل دي يعني أهو طبعاً حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها إنها ترجع بأسنانها تاني كاملة؟ لا طبعاً من حقها وخصوصاً كمان هل مش من حقها إنها يدوء الأكل بالطريقة اللي إحنا بنستطعم بها الأكل ما إحنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل إحنا عندنا زي ما إحنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري يسري ده مش كبير برضو ده حاجة و40 سنة فقط أسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عضم مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما إحنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته إنه هو اللي راح في كذا حتة قالوله أنت العضم اللي تحت الجبل الأنفي قليل جدي مش هنقدر نعمل لك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي نرفعه دلوقتي كلوز دماشي بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفع الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية وبنحط عضم وبنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسيا محتاجة سابورت بجامل طبعا جدا جدا وخصوصا ان هو ميبقاش عنده ثقة نفس ان هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش عارفة يتحمل وحكي زي كده الحالة دي الحالة دي هو وبعدين بصوا برضو انتوا دا جايب انتوا اللي عمين الحكاية دي بقى عندكم مكادي سنتر انتوا حطين السلطين فوق بعض علطول لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين ايه باشي بس انا كان نفسي تشويق ايه انا نفسي اشوف الصورة الاولانية دي فتاة او انا يعني اعجب كده بصيلها يا نهر عبيض ودي تعمل فيها ايه؟ وبعدين انتوا فاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جدا وانت بصورة فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جدا ناتشرال جدا يعني الجدور لسه موجودة دي نقطة انا عايز اتكلم فيها دي ناس بقى بتعمل ايه؟ جتلي قريب دي نفس الحال دي ما احنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة كان رأيي المريض لما جئ وحسألناه قلنا له انت ليه سيب الجدور دي؟ قالك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم طب كويس جد؟ لا مش كويس خالص لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتها البكتيريا دي عملت تحافظ على العظم اللي اعمل بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي اللي احنا قلناها في الاول فاكل نفسه وعمل اوضة الاوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمه عشان يوقف يام الكنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل دي بطانة الاوضة دي ده بنسميه ايه؟ لا سيست هنا بقى السيست اللي هو كيس الدخن اللي هو بيتطور بعد كده ما هو ابسس ده في الاول اكيوت في كرونيك في سيست اه في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعمل معاملة الاوروم ليه اوصل لكل ده عشان سيبت لنا؟ هيكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى عشان بيكبر بحاجة اسمها بيكبر بشكل صوابع دخلها في العظم فمهما بيتشال يتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشال بسافتي مارجن عشان كده لازم يعامل معاملة طب انا كل ده عشان انا سافتي مارجن يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس مارجن كلمة ورم حاجة سيس تهي هتشال كأنها ورم فيتشال حواليها هي مثلا ولياكم الوقت ده تلاتة في تلاتة لما انا اجا اتشالها بقى هشيل بمساحة خمسة في خمسة مظبوط كده استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هزا نسيج وكل حتة صغيرة تعمل كيس دهني تاني تاكل فعبني تاني فلازم تتشال مظبوط حلوة اول حالة دي كل ده يعني ليه بقى؟ عشان احنا سيبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكرة دراعة الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشقها فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة ما بيدقش اي حاجة مش عايش وتقاله انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده كم زرعة دول؟ دول كانوا ثمانية فوق ثمانية تحت تقريباً حالة دي بقى لها بطرس ثلاثة اربعة خمسة اه ثمانية فوق ثمانية ده هي نفس الحالة لا اقع جداً انا اللي اعجبني اوي فكرة وطبعاً البيت انتو قلفتو هنا بيت لقصة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه اساساً بيت موجودة بس احنا بنقدر بقى انتوار على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعد بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورا فبيبدأ الفك طبعاً زي ما حدراك عارف لما ما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدأ الفك يتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقة مش مظبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورا اوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الاخر هتبقى عاملة ازاي وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفو بالبروسيسز اللي هما الاطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الاطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الاول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسملي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده تتسارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا مريمة للعشم الدائي وياكل كويس جيد دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عظم دولهم ان انت محتاجين عظم الحاجات دي بالنسبة للجيل اللي دي تخوف جداً يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو اعتقد انه حط ماشو عظم لكن هاتيجة تقول لواحد انت محتاج عظم هينهار وهينزل بقى عظم ايه لا هحطه وهجيبه مني وانا عندي عظم انا عندي هشاشة اي حد هيتكلم كده فانا اعزيمني فعين بس الناس ايه حكاية عظم هاتحط عشان الكلمة دي على فترة صعبة برضه على اتناغ الناس خلينا نقسمها لسيفير كيسز وكيسز اقل من السيفير شوية في الكيسز اللي اقل من السيفير شوية بنقدر ان احنا عن طريق في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده بيقى فيها فودر ماشي دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جداً البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء وبنحط عليها الPRF ونقفل على الكلام ده كله باللاسة وبتكون لنا اماكن تكون عظم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها انه يبقى حتة واحدة هي مع العظم الاساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي اقل من السيفير شوية طب لو انا عندي مثلا حد عنده كلافت مثلا او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم احنا نعمل ايه مع الناس دي هنا بقى اللي بنتطرر ان احنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض او رب او حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغة بتاعه بس دي بتبقى كيسز قليلة جداً معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصماعي اللي هو البودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شوية وبيبقى ماسي كويس وتقدوني كويسة جداً بتاعيجو هيلة جداً هايز روح للأشعة المقطعية أشعة المقطعية المهمة جداً مش رفاهية في زراعة الأثنان انا متحمس جداً من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية زرعوا ببانوراما بس في ناس بتعمل كده لحد الوقت بيشوف جوه ازاي البانوراما دي 2D يعني صورة العمك بتاعها فين بالخبرة بالخبرة عن طريق ان هو بيمسك اللسة ولو هي الكراتينيزة يعني الكراتينيزة فيها عالي ده في ناس اللسة بيبقى سمكها لوحدها ووصل إلى 3.5 و 400 في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده فاحنا بنحدد ازاي السمك العظم بالنظر كده استحيل الأشعة المقطعية دي هي هي اللي بتبين لنا هي بتعمل لنا هي بتقطع لنا العظم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا ننسك كل حطة عظم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية وإحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزراعية وبتفرحني السورة دي جده دي من أحلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها طبعا بنبدأ نقطع العظم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمكه وعرض العظم قد ايه زي ما احنا شايفين في السورة الفوق وبنحدد بنعمل أو بنخليها يعني في النص للزراعية نفسها عشان نشوف العظم هي بحواليها عامل ازاي وميقولها عامل ازاي ده اللي بيسبب نجاح الزراعية ان انا ما يبقاش في عظم قليل حوالي للزراعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسارك والاسمايل ديزاين والكلام ده بقينا نحدد أساساً يعني احنا عندنا حتة عظم كويسة طب انا هختار قاني حتة فيهم بالظبط يعني النقطة بالظبط اللي انا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الاخر جمالياً هيبقى ايه ده بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العضب مع حتة الجمال ففي الاخر بتوصل ان انت زراعة زراعية حطت عليها الاسنة او التربوشة او التركيبة السابتة بتاعتها بشكل الجمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الاخر محدش يعرف ان انت ملك باي حاجة اهه اذا الاشاعة المقطعية لن تكون لا غنى عنها الاشاعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الانفية بتبين لي العصاب اللي ماشية عاملة ازاي في الفاك السوفلي اللي مش متوقبت كده هو يعني الكلام ده كله هشوفه ازاي في القناة صعب اوه الاشاعة المقطعية لو احنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقت يعني برضو هنربط بين الاشاعة المقطعية وبين هذه الحالات حالة دي من اهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط ادى الى ايه احنا كنا قلنا في الاول لما بيحصل بص تحته وبيتساب بيبدأ العظم ياكل نفسه العظم متقاكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها او التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لا مستحيل نزرع لك انت عندكش عظم خالص وقالوا له احنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك ان يركب لك الزراعات دي ده حل موجود بس انا ليه دايما اخش الحتة الصعبة ان انا افتح حتتين عشان احط العظم من حتة الحتة لا تحت احنا عملنا ايه حطينا الزراعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا لو حددك بصيت هتلاقي ان العظم فعلا بدأ يتكون العشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية احنا حطيناها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل ازاي هتظهر معنا ده اه يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العظم ده فوق يمين وبعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الاسنان بتاعتنا بناك خليكوا دايما مع دكتور